كل شيء كان تاريخياً اليوم نفوز على المنتخب الأسباني ونصعد لأول مرة في صدارة مجموعتنا في الأولمبيات منتخبنا الوطني الأولمبي بأداء أكثر من رائع يتفوق على المنتخب الأسباني 2-1 مع الرأفة أيوة زي ما سمعت كده مع الرأفة ضيعنا أكثر بكتير من اللي سجلناها وكان ممكن النتيجة تزيد كمان كل اللاعبين كانوا رجالة ومدرب قادر يعمل منتخب حقيقي محترم لسه المشوار طويل والهدف بقى واضح ميداليا ولا شيء غير الميداليا بس اقولوا يا رب يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 والليلة عيد الليلة حلوة الليلة حلوة النهارده يا جماعة وإحنا بنتفرج على المباراة مباراة مصر الأوليمبي منتخب مصر الأوليمبي ونظيره والمنتخب الأسباني بصراحة مكدبش عليكم يعني كنا عمينا نعمل حسابات من مباراة هو لو خسرنا طب نخسر كام طب لو تعادلنا ما نبصش لنتيجة المباراة التانية بتاع الدومينيكان وأسباكستان ممكن نكسب صعبة شوية بس ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا النهارده بقى ويا المباراة شغالة ويا المباراة شغالة عمال تقول ايه لا 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 جولين قليل لا 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 عايزين التالت يا شيخ لا ما تجيب الرابع بقى يا أخي النهارده احنا كنا أسبانيا وهم مصر لا احنا مصر النهارده الفراعنة تفوقوا على المتادور الأسباني النهارده كنا مبهرين النهارده كنا ممتعين كل حاجة في المنتخب النهارده حلوة من أول روجيء رومي كالي المدير الفني الكبير الرائع المميز المكسب الهدية لمنتخب مصر الراجل اللي قدر يعمل منتخب محترم هذا المنتخب دي معلوماتك يعني هذا المنتخب الأولمبي رفضوه رفضوه كثير من المدربين المصريين قالك أنا ما خدش الجيل ده واشتغل بيه قالك أنا لو اشتغلت بالجيل ده ممكن يعني سمعيتي كمدرب تخلص بدري بدري مدربين مصريين أنا بقولك معلومة مش في وسط الكلام في مدربين مصريين لما تعرض عليهم تدريب المنتخب الأولمبي قالك الجيل ده مش جيل جامد هيبقى عندنا مشكلة جي ميكالي الراجل اللي خد أولمبيات مع البرازيل في 2016 جيه وعمل منتخب حلو خد بالك أجيال كثيرة لمنتخب مصري الأولمبي سابقة كانت أفضل على مستوى الأفراد والأسماء والممارسة واللعب بشكل أساسي وأنه هم شاركوا بدقيق كتير وكان قام من الأهلي والزمالك أكتر وكان كل شيء أحلى من المنتخب ده بس المنتخب ده كل لاعب فيه عظيم وأنا بقول الكلمتين دول بدري بدري قبل حتى مباراة دور الثمانية بدري بدري إن شاء الله نكسب بس المنتخب حلو من أول حمزة علاء والثقة في حمزة علاء بعد كده عمر فايد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس واحمد عيد ومحمد النني رائع رائع محمد النني وشحاتة وإبراهيم عادل وكوكة وزيزو وأسامة فيصل وكل بقى اللعيبة اللي بتنزل بعد كده قطة وكل ومحمد صابر اللي شارك النهاردة أي لعيب أي لعيب في منتخب مصر الانبي هو جامد جدا بالمناسبة المنتخب ده أغلبية اللعيبة اللي فيه ما كانوش بيشاركوا أساسيين في فرقهم حمزة علاء ما بيشاركش أصلا ما بيخش قائمة النادي الأهلي حمزة علاء حسام عبد المجيد هو اللي بيلعب أساسي مع نادي الزمالك عمر فايد ما بيلعبش أصلا من أول الموسم كريم الدبيس ما بيلعبش أحمد عيد كريم العلاية بيلعب عليه في المصر معظم الوقت في نص الملعب إنني طبعا غياب طويل مع أرسنل كوكا بيشارك على فترات مع النادي الأهلي شحاته مؤخرا بس لعب مع نادي الزمالك وسمى فيصل ما بيلعبش طول الوقت مع البنك الآلي بشكل أساسي إبراهيم عادل مؤخرا كان قاعد كتير على دكة بيرامدز مؤخرا كان بيلعب مع بيرامدز قبل ما ينضم للمنتخب الأمي مطشين ثلاثة زيزو أساسي فتتكلم في اتنين ثلاثة بس هم الرجليهم في الملعب طول الوقت والباقي ما بيشاركش خالص يما ما بيشاركش بشكل أساسي طول الوقت فإحنا منتكلم في منتخب عظيم طيب اتقل لك في ناس كده دمها تقيل دمها تقيل قوي يعني يقول لك بس احنا النهاردة برضا كده ما تبالغش يعني حيكوننا من لعب الاحتياطي بتاع المنتخب الأسباني مش التشكيلة الأسية شفت أنا كنت لسه بقول لك يعني منتخب مصر اللعيبة دي اللعيبة المحلية دي ما بتشاركش أصلا مع فرقة في الدور المصري اللي احنا كنا بنلعبه من النهاردة التشكيلة اللي احتياطية لأسبانيا تسعة وتسعين في المية منهم شاركوا في أغلى مباريات الدور الأسباني الموسم اللي فات مع فرقة دور الأسباني دور الأسباني يعني يبقى اللعيبة النهاردة دي أساسيين في فرقهم في الدور الأسباني احنا كنا بنلعب بلعيبة مش أساسيين في الدور المصري وكسبنا النهاردة احنا كسبنا بس احنا كسبنا بس هجيب لك أرقام بس الأول أقول لك اللعيبة اللي كنا بنواجههم النهاردة منتخب أسبانيا اللي واجهنا النهاردة أرقامهم عاملة إزاي بس يا سيدي سامو أمرديون بيلعب في ألافز وأتليتكو مادريد لعب يعني الموسم ده في ألافز وأتليتكو مادريد اللي هو راجل مهاجم بتاع النهاردة شارك في كم مباراة بقى الموسم اللي فات ده ستة وتلاتين مباراة ومسجل تسعة جوال وعمل أسست تمام؟ أدي أول واحد بيلعب مع مين؟ ألافز وأتليتكو مادريد دي يجو لوبيز بيلعب مع بالنسيا شارك في كم مباراة أولاد تسعة وتلاتين مباراة مع بالنسيا وجاب أربع أهداف وصنع ستة أهداف سيرجو كاميلو لعب مع رايو فيكانو ولعب تلاتة وتلاتين مباراة مسجل أربع أهداف وصنع هدف واحد إمار أروز لعب مع أسسونة ليفت وينج لعب مع أسسونة ستة وتلاتين مباراة مسجل هدفين وصنع هدف تمام؟ سيرجو جوميز لعب لمنشستر سيدي وريال سويسيداد 14 مباراة ما سجلش وصنع هدف ماشي بعد كده بينات تورينتس لعب مع ريال سويسيداد 41 مباراة ما سجلش هدف وصنع هدف نص الملعب بابلو باريوس لعب مع أتلت كومدريد 35 مباراة ما سجل هدف وصنع هدفين فيرمن لا الاول أدريان برنبي لعب مع برما الإيطالي 39 مباراة مسجل 9 هدف وصنع 3 فيرمن لبيز لعب مع برشلونا 43 مباراة مسجل 11 وما صنعش حاجة فيرمن طبعا انتوا عارفينه اللي بفرج على برشلونا بفرج على فيرمن كتير من العيبة المهمة جدا نركز بقى انه دول كمان البودراء اللي نزلوا النهاردة طيب ميجيل جورادس لعب مع جيرونا 40 مباراة مسجل هدفين وصنع 9 وجيرونا طبعا انتوا عارفين عمل ايه في الموسم اللي فات في الدول الأسباني كان بينافس يعني الفترات كبيرة مارك بابل لعب مع المريا 23 مباراة مسجل هدف وصنع 3 كريستان موسكيرا لعب مع فلينتسا 38 مباراة مسجلش وما صنعش مارك بابل لعب مارك بابل ده كده مكرر المريا وبعد كده جونيلو لعب مع سيفيا أشبليا 36 مباراة مسجل هدف وصنع 3 ميجيل جورادس لعب مع جيرونا 40 مباراة مسجل 2 وصنع 9 وسيرجو جوميز لعب مع ريال بيتيس وبرولونيا 32 مباراة صنع 2 ومسجل 2 ده المنتخب اللي كنا باللعبه النهاردة وحد يجي يقول لك أصلا يا عمم ده تشكيلة احتياطية لا مش تشكيلة احتياطية لا لعيبة كلها مميزة لعيبة كلها رائعة اللي كنا بنواجههم النهاردة بس احنا كان عندنا رجالة إبراهيم عادل ايه الجمال ده اللي مسجل هدفين النهاردة هدفين منتخب مصر زيزو بيطلع نار من بقه زيزو النهاردة عمل كل حاجة في الملعب نقصه بس انه يسجل عمل كل حاجة انني كالعادة من أفضل لعيبة منتخب مصر اللي لم يكن أفضلهم في الثلاث مباريات اللي لعيبناهم في دول المجموعات كوكا مميز سواء لما لعيب في نص الملعب أو لما راح يلعب ناحية الشمال شحاتها مميز اللي اتنين أحمد عيد وكريم الدبيس ممتازين عمر فايد وحسام عم نجيد أداء ولا أروع كل حاجة في المنتخب حلوة أوجي طيب انت قلت لي يا عم كريم ان احنا النهاردة كسبنا أسبانيا اتنين واحد مع الرأف بقى ده كلام انت هتهزر ما انت أكيد ما فارجتش على المباراة لو فارجت على المباراة هتقيد كلامي طيب انت بفارجتش على المباراة وبتقول كريم بيقول أي كلام تعال اقول لك أرقابنا النهاردة في المباراة دي بالمقارنة مع أرقام المنتخب الأسباني عشان تعرف احنا ليه النهاردة كنا أفضل بكتير من المنتخب الأسباني سيبك من حكاية الاستحواز اللي تفوق فيها منتخب الأسباني يا أسباني بتتفوق في الاستحواز مع أي منتخب في العالم في أي مرحلة عمرية سيبك من الاستحواز طيب تعال اللي بعد كده فرص محققة احنا اربعة وهم اربعة تزديدات بقى تزديدات 21 تزديدة 17 لأسبانيا احنا 21 مصر تزديدات 17 اللي على المرمى قديه 10 لنا و 6 لأسبانيا يعني اضعف تقريبا احنا الحارس بتاعنا تصدل 4 كرات والحارس بتاع منتخب أسبانيا تصدل 8 عشان محاولاتنا اكتر فتفوقنا في كل الارقام كنا الافضل كنا الاحسن ومكسب مستحق جدا صحافة الاسبانية حتى لامت على المنتخب الاسباني بعد المباراة كل الصحف كل الصحف الاسبانية وقعت ان هما استهتروا بالمباراة وانه منتخب مصر كان افضل ومنتخب مصر اقوى وانه منتخب اسبانيا ساعم مهمته في الدور اللي جاي بنا قرابنا الحمد لله وليه يا شباب احنا مين عشان انا داخل والمباراتين شغالين المجموعة اللي هي الرابعة اللي هنواجه منها المنافس وليها هنواجه مين المباراة اللي جاي ان شاء الله برجوي حسمت خلاص هنلاقي منتخب برجوي يوم الجمعة اللي جاي الساعة 8 مساء يوم الجمعة اللي جاي مباراتنا في دور الثمانية هتكون مع منتخب برجوي الساعة 8 مساء نحن النهاردة كسمنا المنتخب الاسباني والمكسب النهاردة اهميته انه خلاص احنا اتجرأنا احنا مش نخاف من حد احنا كسمنا المنتخب الاسباني فهي حده هي قدامنا المهم بس يبعدها نفس الروح نفس الحماس ونفس التركيز النهاردة كنا مركزين وبنلعب كورة بنلعب كورة احنا مش بس مندفع بشكل جيد احنا بنعرف نتحول هجومين بشكل جيد وده شغل روجيرو ميكالي بالمناسبة مباراة يوم الجمعة الساعة 8 مساء ساعة 9 مساء في مباراة في الدوري بين الزمالك والجونة في جمهور بيحب فرقيته قوي فممكن يعني ما يفرقش ويبقى محتار يفرق فينه هتقول لي طبعا لا كلنا وراء المنتخب طبعا ما كلنا وراء المنتخب بس خلال منطقيين فلو سمحت وحتى من ببل احترام للمنتخب الوطني الولمبي ما يصحش ما ينفعش يبقى فيه مباراة تقام في نفس التوقيت خاصة لو فيها طرف جماهيري زي الزمالك فالدنيا سهلة حاجة من الاتنين حاجة من الاتنين ياما نقدم معاد المباراة دا شوية نخليها مثلا مثلا يعني الساعة 6 او نأخرها ساعة تبقى الساعة 10 او نأجلها يوم تبقى يوم السبت اعمل اللي تعمله بس ما ينفعش منتخب مصر الولمبي كلنا نبقى مركزين معاه وبنقول يا رب ربنا ينصرنا ونكسب ويبقى فيه مباراة في الدولة شغالة في نفس التوقيت بصراحة يعني دي مش عليك فأتمنى الكابتن عام الحسين ياخد باله من النقطة دي حد انا كذبت القصة دي على موقع التواصل الاجتماعي X بعد المباراة وتقولت يعني يا رب ربنا يأجل المباراة ساعة ولا يقدمها الساعتين ولا اي حاجة فالناس داخل عامها تقول لي يعني هو زمالك اهم من منتخب يعني يا عام الزمالك اكيد مش اهم من منتخب ولا الاهلي اهم من منتخب ولا اي نادي في مصر اهم من منتخب هكونا نلعب لمنتخب مصر بس انا عايز الناس كلها تبقى مركزة مع المنتخب الطبيعي والمنطقي واحتراما لهذا المنتخب وهذا الجيل الرائع اللي عام الشغل كويس ما ينفعش يبقى في نفس التوقيت اي المباراة الموضوع بقى مفوش اصلا خناية اهلي وزمالك وفوش احنا على طول انه محاولينها قصص وحكايات ما فقاش كده خالص احتراما بس المنتخب مصر الوليومي لان شاء الله يفرحنا وربنا يكرمنا بإذن الله في هذه المباراة وبعض اللعيبة خارجوا وهم مصابين او بيعانوا من اصابات السلاسي النهاردة جهاز الفان المنتخب مصر الوليومي اتطمن على السلاسي محمد شحاتة وعمر فايد واحمد عيد بعد مشاركتهم مع اسبانيا والاسابات كلها جهدات عضلية بسيطة جدا والتلاتة جهزين ان شاء الله لمواجهة يوم الجمعة قدام منتخب برجوي وبإذن الله ربنا هيكرمنا في هذه المواجهة بكل الرجالة رجالة منتخب مصر الوليومي دي حكاية تعالى اقول لك نتائج المصريين النهاردة في اولمبياد باريس في كل الالعاب وابدأ طبعا بمنتخبنا الوطني اولمبي اللي كسب النهاردة فوز تاريخي على نظيره الاسباني بهدفين مقابل هدف وتصدر مجموعته بسبع نقاط منتخب سلاح سيف المبارس السيدات يحتل المركز السامن في اولمبياد باريس بعد الهزيمة امام المنتخب الامريكي اربعة واربعين تلاتة وثلاتين تلاتين عفو عبد الرحمن عرابي يخسر من لاعب ازرفتجان في دور الستاشر بمنافسات الملاكمة باولمبياد باريس ومنتخب سيدات المبارسة يخسر من ايطاليا تلسعة وتلاتين ستة وعشرين في منافسات الفرق باولمبياد باريس وماجي عشماوي لاعبة منتخب مصر للرماية تنهي تصفيات منافسات التراب فياولمبياد باريس في المركز ساعة وعشرين من أصل تلاتين لاعبة مشاركة منتخب مصر الكرة الطائرة الشاطئية يقصر من إيطاليا اتنين لشيء في ثاني مبارياته عبدالخالق البنى لاعب المنتخب المصر التجديف يتأهل إلى نصف نهائي فاينال سي دي بزمن قدره 7 دقائق و18 ثانية لينافس على المراكز من 13 وحالة 24 وافكة فرصة المنافسة على ميداليا منتخب مصر منتخب مصر الكرة الطائرة يقصر من إيطاليا بأهل عفون ده الأفكة الشاطئية منتخب مصر الكرة الطائرة يقصر أيضا من إيطاليا بثلاثة أشواط دون رد في ثاني مباريات الفريق بولنبياءات باريس عبدالرحمن عبدالغاني يودع منافسات الجودو من دور الـ 64 بعد الخسارة بنقطة واحدة أمام ألف عمر ديالو بطل فرنسا طيب نهاردة بالمناسبة كمان المنتخب المغربي بيحقق فوز كبير في الشوت الأول على العراق منتخب العرب الشقيق أيضا بسلسية نظيفة أمير ريتشارسون وسوفيان رحيمي وعبدالصمد زلزولي عبدالصمد زلزولي جاب جول حلوة والتالت ده هم أصحاب الأهداف الثلاثة منتخب المغربي بيسعد كمتصدر أيضا برصيد ست نقاط متفوقا على الأرجنتين بالمواجهات المباشرة المغرب هتكون في مواجهة المنتخب الأمريكي بالدور الربع النهائي وأداء المنتخب المغربي مع المدرب طارق السكتيوي الموديل الفني أداء مميز جدا هو أصبح أول مدرب مغربي بيتخطى دور المجموعات في الأولمبياد وده بيأكد اللي احنا كنا تكلمنا عليه قبل كده في المغرب اشتغلوا على فكرة المدربين وتطوير المدربين وكل شوية تلاقي اسم جديد في المغرب مدرب رائع السكتيوي النهاردة مع المنتخب الأولمبي مبارح كان وليد الركراكي مع المنتخب الأول لقاطر المنتخب المغربي لرابع المنديال اشتغلوا يا جماعة على المدربين همتكلم هنا عندنا احنا هنا في مصر نشتغل على المدربين تطوير المدربين كل ما هتطور مدرب هتاخد قدامه إنجاز إنجاز تفاكين برضو الحسين عموتة في المغرب كان قد منتخب الأردن في مفاجأة كبيرة لوصافة كأسهم أسيا المضايا يعني عموتة السكتيوي وقبلهم الركراكي مدربين مغربة عاملين أداء رائع جدا في كل المنتخبات اللي بيشتغلوا فيها نشتغل على المدربين قبل ما نشتغل على اللاعبين نشتغل على المدربين اللي بيصنعوا لعبين مش العكس والفكرة بتاعت إنه لو أنت عندك جيل من اللاعبين المميزين تكسب بأي مدرب دي فكرة خطوية وأثبتها كل 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 المشاهد في تاريخ كرة القدم المصرية الرك دايما على المدرب ولازم معها أدوات بس المدرب أولا مش اللاعب أولا وإحنا دي عندنا فيها قسور ودي عندنا فيها قسور بس مش محتاجين نتكلم فيها دلوقتي النهاردة فرحالين رجل متقلق لعمل إبداعات لا تنتهي محمد النني أثناء المباراة النهاردة مباراة المنتخب الأسباني نادي الجزيرة الإماراتي أعلن عن تعاقده مع العيبنا المصري محمد النني في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أرسنال الإنجليزي والحساب الرسمي للنادي الإماراتي نشر عبر موقع إكس حان الوقت النني جزراوي وأنني هيخلص إجراءات انتقاله بعد الأولمبيات مباشرة الإجراءات التامة بس هو خلص يعني بشكل رسمي هو موجود في نادي الجزيرة هقول لك شوائد كواليس مهمة جداً هتسمعها لأول مرة في حكاية تعاقد محمد النني مع نادي الجزيرة الإماراتي وأيضاً الأنباء اللي كانت بتقول إن النني قريم من النادي الآلي هحكي لك كل التفاصيل أول تفصيلة مهمة جداً لمحمد النني كان مخلص بشكل مبدأي لاتفاق مع نادي الجزيرة الإماراتي قبل أصلاً ما يسافر وينضم المنتخب مصر للمشاركة في الأولمبيات يعني الموضوع بتاع الجزيرة ده خلصان من كم يوم خلصان كان بس بعض الأمور التعاقدة دي بقى مع محامي اللاعب ووكيله وبتخلص بس كده كده إنني كان وافق على عرض الجزيرة الإماراتي قبل حتى ما ينضم المنتخب مصر للمشاركة في الأولمبيات ده واحد طيب تفاصيل عقد إيه؟ محمد النني هينضم لنادي الجزيرة الإماراتي لمدة موسمين مع أوبشن سنة ثالثة يعني إيه؟ يعني هو العقد سنتين العقد موسمين التالثة دي متفقين عليها بس لازم الجزيرة يقول آه أنا عايز محمد النني يكمل معي طيب لو وافق الجزيرة إنه يكمل مع محمد النني في السنة الثالثة تبقى للشروط اللي هتبقى موجودة قريدي في العقد فهو العقد لمدة سنتين مع أوبشن تمديد العقد لسلاث مواسم ده الشكل التعاقدي أو عدد السنوات أو المواسم اللي هيكون فيها محمد النني مع الجزيرة الإماراتي طيب إيه حكاية الأهلي بقى؟ بص المعلومة اللي هقول لك دي مؤكدة مليار في المية بس ديك بقى من كل اللي انت سمعته هتسمعه أي حاجة النادي الأهلي لم يتفاوض مع النني رسميا في أي لحظة في أي لحظة لا النني ولا وكيل ولا أي حد ما تكلموش مع محمد النني خالص بس المعلومة إنه الأهلي كان فعليا يفكر في محمد النني حطه ضمن الخيارات طيب إيه اللي عطى للنادي الأهلي إنه يتقدم بعرض رسمي لضم محمد النني التوقع بإن الراتب السنوي لمحمد النني بما إنه جاي من الدول الإنجليزي بما إنه جاي من أرسنل هيبقى كبير فممكن ما نعرفش نتفاوض معي أو ما نوسطش للرقم اللي هو عايزه تأخر النادي الأهلي في التفاوض رسميا مع محمد النني رغم إنه الأهلي كان يفكر في محمد النني إنه يضمه للفريق فوقع في النهاية محمد النني إلى الجزيرة الإماراتي ده الموقف بالنسبة للنادي الأهلي طيب هل في نادي في مصر فكر في محمد النني؟ هل حد يتكلم مع محمد النني؟ محدش يتكلم من مصر خالص مع محمد النني خالص فقط الأهلي هو اللي كان يفكر ولكنه لم يتحدث مع محمد النني دي التفاصيل كاملة فيما يخص انتقال أو تفاصيل التعاقد محمد النني مع نادي الجزيرة الإماراتي والأنباء اللي كانت بتقول أنه الأهلي كان يرغب أو تواصل مع محمد النني لضمه إلى الفريق دي حكاية حكاية أخرى مارس الكولرر المدير فني ليه النادي الأهلي بيدرس السفر إلى بلاده والحصول على أجازة سلبية فور حسم بطولة الدولة رسميا وهيترك مهمة استكمال مباراة الدوري إلى كابتن سامي أمصان المدرب العام للفريق وده بيتمه منقشته في الوقت الحالي مع اقتراب النادي الأهلي طبعا من حسم بطولة الدوري رسميا خد بالك مارس الكولرر على طريقة مانويل جوزي لما رحل عن الأهلي بشكل مؤقت الحصول على راحة سلبية بعد حسم الدوري في موسم 2007 وسبعة وطارك المهمة ساعتها للكابتن حسام البدر اللي قاد الفريق في خمس مباراة طيب هل أهلي حسم الدوري؟ الأهلي حسم الدوري؟ هقول لك الأهلي أصبح على مقربة جدا 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 من حسم الدوري وغالبا حسم الدوري هيكون خلال الأسبوع القادم خلال الأسبوع القادم إحنا فضلنا بس كلمة رسميا في حسم الدوري رسميا يتوقف فقط كلمة رسميا بالنسبة للنادي الأهلي هتقول ليه؟ هقول لك نهارده فرقه تعادل مع بيراميد 2-2 وقزم حزوزه أكتر في المنافسة على لقب الدوري المتحدث طب هجيلك تاني على القصة دي والحكاية دي بس معايا على الهاتف الآن مدخلة مهمة جدا مع الكابتن محمود حرب مدير منتخبنا الوطني الأولمبي يا فن المشرف ومنور وآلف مليون مبروك الأداء الرائع النهاردة والسعود في صدارة المجموعة الله يبارك في حضرتك ربنا أخذيك يا باش ربنا أخذيك أنا بشكركم يعني أنا وزملائي وبالتأكيد كل الشعب المصري أنتم النهاردة فرحتونا والشكل كان محترم جدا مش مجرد فوز أو مفاجأ على المنتخب الأسباني لا إحنا كنا الأفضل وبأداء كبير جدا كبتن محمود اشرح لي الحالة اللي وصلتنا أن احنا نشوف المشهد الرائع ده النهاردة لو سمحت والله ده زي ما بقول لها حضرتك كده الحمد لله أن احنا قدرنا نفرح الشعب المصري ده جزء بسيط من اللي تقدر تعمله الكرة المصرية للشعب المصري وإن شاء الله نفرحهم أكتر ونجيب مدليا زي ما احنا اشتغلنا من ساعة يعني ده مجهود مثلا سنتين ونص شغالين من ساعة ما مستر ميكالي جاء وبدأنا نشتغل لغاية ما حمد لله ربنا كرمنا وصلنا بأوليبيات ربنا ما قدرش أول ماتش وتعادلنا فيه اشتغلنا على ماتش أسباكستان وربنا كرمنا نفوز وبعد كده حمد لله برضو اشتغلنا لأن كان قبل ماتش النهاردة الموضوع ما كانش منتهي في التأهل كان لها حسابات برضو وكان ممكن لقدر الله ما نقدرش نتأهل لو كنا خسرنا يعني كان لها حسابة كده لكن الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نفوز على أسبانيا ونتصدر المجموعة لأول مرة في تاريخ مصر إن هي تطلع من المدور الأول من تصدر المجموعة الحمد لله وشكرا للرجل طبعا اللعيبة كلهم والجهاز الفني طبعا مستحيل كنا هنعمل ده إلا لو كمان بجانب الأداء الفني والشغل الفني والتيكتيكي من روجيرو ميكالي والجهاز الفني إلا وإحنا في حالة ترابط وحالة معنوية وحالة نفسية كويسة جدا وشف اللي الحالة بقى في الكواليس يعني حالة المنتخب والروح دي اللي طلعت النهاردة كمان في أرض الملعب بالزبط والله يعني من إحدى مكتسباتك جدا ونجحاته فعلا إن كل اللعيبة فعلا بتحب بعض الجهاز كله مترابط اللعيبة مع الجهاز حتى اللعيبة الكبارة كمتن نني وكابتن زيزو لما دخلوا معنا برضو تحس إنهم ما شغالين معنا من السنواتين ونص اللي اشتغلناهم ترابط كبير جدا كابتن نني ككابتن منتخب فضفتين قويتين جدا للمنتخب وده ساعد إن نبقى في حالة حب وكل الناس نفسها المنتخب يعمل حاجة عشان نحقق حاجة لمصر إن شاء الله عظيم إحنا المباراة اللي جاية إن شاء الله هنلعبها في فين يا تاتم إحنا بكرا إحنا النهاردة في بردوك إن شاء الله بكرا هنزفر على مارسيليا هننعب خلاص هو هتحدد خلاص هنلعب بردوية إن شاء الله يوم اتنين في الشهر الساعة السبعة بتوهيتنا في الكواليس كده إحنا كنا عايزين برجوية ولا كنا عايزين مالي بص أقول لحضرتك حاجة ومش كلام إعلام ولا حاجة اللي عايز حقق مدليا لازم ما يفكرش وقعي لعب مين إنت عايز تكسبه خلاص ومبقدر نحن تسلنا إسبانيا يعني مش حاجات برضو كسبنا إسبانيا أو أيا كان الحمد للإحنا بنشتغل ونكتغل النتيجة دي بتاعة ربنا لكن والله إلا بندص هل عب مين ولا مش هلل عب مين ولا كان فيه حسبان والحسابات ولا أي حاجة إحنا كان أهم حاجة أن نتصدر مجموعاتنا والحمد لله ربنا كرمنا احتفلنا وانبساطنا من بكرة هنرجع نشتغل إحنا لسه نهطور ما عملناش حاجة يعني من بكرة إحنا لسه في نص الطريق هنبدأ نشتغل هنسافر بكرة على مرسلية إن شاء الله ونبدأ تدريباتنا ونستعد إن شاء الله كابتن محمود اللعبة كلها هتبقى جاهزة لهذه المواجهة لا فيه إصابة ممكن تغيب أي لعب لا لا الحمد لله النهاردة ما فيه يعني كان فيه إصابات بسيطة يعني إن شاء الله ما تعقش إن حد يشارك في الموارد قادم عظيم عظيم كابتن محمود حرب مدير منتخبنا الوطني الأولمبي بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مرة أخرى بهني كل الجهاز الفني لمنتخب مصر طيب معايا اللقاء الآن عبر زوم لقاء مهم جدا مع مدرب كبير جدا في المنطقة العربية عمل تاريخ كبير في المنطقة العربية وكان دايما مرشح للنادي الأهلي هنا وكان مرشح لمنتخب مصر في وقت كتيرة معايا عبر زوم خرخي فوساتي الموديل الفني السابق لمنتخب رجوي والحالي لمنتخب بيرو في كوبا أمريكا الفين أربعة وعشرين لعم معاهم في هذه البطولة يا فن المشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر الشرف لي أنا أتشرف جدا بتواجدي معكم وسعيد للغاية بالحديث مع الجماهير المصرية وبلد أنا أرتبط بها بشكل كبير وأعرفها جيدا فيما يتعلق بكرة القدم والقوة التي تمتلكها ككرة قدم والعبين داخل القرى الأفريقية وعلى المستوى العالمي أيضا بالمناسبة الجماهير المصرية لما نزلنا تنويه أن حضرك هتكون معانا النهاردة على الهواء مباشرة جماهير كتيرك بتتكلم أنها كان نفسها تشوفك في كرة القدم المصرية سواء على مستوى الفرق أو على مستوى المنتخبات وكتير كنا منسمع عن مفاوضات من النادي الأهلي في كثير من السنوات معاك وأيضا منتخب مصر وكتير من الجماهير كان نفسها تشوف وساتي في ملاعب المصرية إمتى كان الأمور كانت قريبة؟ نعم ليس الأهلي فقط هناك أندي أخرى أيضا ولكن الأهلي هو كان الأول في التحدث معي ثم بعد ذلك تكررت المفاوضات في مناسبات أخرى وفي مرات أخرى أما عن المنتخب لم تحدث أي مفاوضات أو رسمية أو حديث رسمي حول تولي تدريب المنتخب بعيدا عن الأحاديث الجانبية أو مجرد معرفة رأيي طيب بالمناسبة النادي الأهلي أو حتى العندق فضل لقد أظهروا شغف كبير واحترام كبير لمسيراتي وكان هناك رغبة في ألواب بالفعل أنا دربت منتخب عربي مثل منتخب قطر وعشت في قطر لسنوات عديدة هذه التجارب العربية الكثيرة المهمة جدا اللي كان فيها كثير من الإنجازات عملت لك شعبية كبيرة في الوطن العربي ما هو الإنجاز الأفضل لك أو اللي بتستمتع بها أو تتذكره كل مرة مع أحد الفرق أو المنتخبات العربية أعتقد أن الحدث الأهم على الأقل الذي حققته في قطر مع الفريق السد القطري دوري أبطال أسيا أعتقد أنه كان من المكان التي حققنا فيها والفترة التي توليت فيها تدريب الفريق السد أعتقد أنه كان إنجاز كبير لأن قطر لم تكن على الخارطة في أسيا في ذلك الوقت فأعتقد أن هذا الإنجاز كان مهما جدا بالنسبة لي وبالنسبة للبلد وأيضا مع المنتخب القطري الذي كنت تشرفت به تدريبه ولكن للأسف لم نحقق الكثير من الإنجازات ولكن تدريب المنتخب القطري في حد ذاته كان تجربة مهمة بالنسبة لي كانت هناك بعض القرارات التي لم تكن صائبة في تلك الفترة فيما يتعلق بالاختيارات والترتيب والتخطيط فيما يتعلق بالجانب الإداري للمنتخب القطري في ذلك الوقت ولكن ما خرجت به من قطر هو الحب الكبير الذي وجدته في موسم 2017-2018 مع فريق السد كانت فترة مهمة بالنسبة لي ولكن فيما يتعلق بالنتائج أعتقد أننا حققنا بعض النتائج الطيبة مع فريق السد هذا كل ما يمكن أن أقوله في هذا الجانب المنتخب برؤ ومشاركته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة هل كنت راضي عن هذه المشاركة؟ على مستوى كرة القدم نعم بالطبع على مستوى النتائج الأمر لم يكن بنفس الطموحات التي كنا نتطلع لها منتخب برؤ كان يستحق نتائج أفضل ولكن للأسف أو لسوء الحظ أو لحسن الحظ لا أعرف ولكن في بعض الأحيان كرة القدم لا تعطيك كل ما تحتاجه قدمنا مباريات كبيرة ولكن النتائج لم تكن المرجوة ولم تكن على مستوى تطلعات الجماهير في بيرو ولهذا لم نستطع أن نكمل في البطولة ولكن نحن نمتلك مشروع عندما تولينا المهمة لتدريب منتخب بيرو كان هناك مشروع وهناك خطة وكانت هناك بعض التحديات في ذلك الوقت هو الأهم بالنسبة لنا كان تصفيات كأس العالم لأن المنتخب عندما استطعنا أن نتولى تدريب المنتخب البروفي النتائج لم تكن جيدة على مستوى تصفيات كأس العالم ولهذا كنا نعتبر بطولة كوبا أمريكا كإعداد بالنسبة لنا للتصفيات وهي الأهم بالنسبة لنا أن نستطيع أن نخلق فريقا تنافسيا نستطيع أن نضخ دماء جديدة ونستطيع أن نستقطب لعبين جدد للمنتخب ونجدد الدوافع لدى اللاعبين ولهذا أعتقد أن على مستوى كرة القدم كمدرب أعتقد أننا خرقنا ببعض النتائج الإيجابية ولكن على مستوى النتائج التي كنا نبحث عنها الأمر لم يكن مرضي لأننا لم نحقق الهدف الذي جئنا من أجله وهو المنافسة هل منتخب بيرو قادر على هل منتخب بيرو قادر على الوصول لكأس العالم 2026؟ نعم إذا صارت الأمور وفقا لما نخطط له أعتقد أن الأمور ستكون في متاحة أن نتأهل عظيم هل تتابع أولمبيات باريس منافسات كرة القدم تحديدا؟ هل شاهدت أي من المباريات هذه البطولة؟ نعم شاهدت بعض المباريات أنا شاهدت بعض المباريات في البطولة البطولة قدمت حتى الآن نتائج قوية ومنتخبات قوية سعيد للغاية من أجل المنتخب المصري الذي استطاع أن يهزم إسبانيا ويتأهل دور تاليب وتأهل باستحقاق وبصورة رائعة لقد تابعت بعض اللقطات في مباراة المنتخب مع إسبانيا وأعتقد أن هذا المنتخب على المستوى القصير أو على الأجل القصير يمتلك مستقبل كبير عظيم جدا منتخب مصر يواجه منتخب براجوي في دور الثمانية بتأكيد بحكم تواجدك كثيرا في كارة أمريكا اللاتينية ومنافساتها ماذا عن منتخب براجوي ومواجهته أمام المنتخب المصري كيف تتوقع أو ماذا تتوقع لهذه المواجهة أعتقد أن منتخب براجوي هو منتخب قوي واستطاع أن يقدم نتائج قوية وفاز بالتصفيات الخاصة بأمريكا الجنوبية من أجل التأهل للأولمبيات ولهذا هو يعتبر منتخب قوي متمرس يضم العديد من اللاعبين الشباب الواعدين أعتقد أن المباراة ستكون قوية بين منتخبين أظهر صورة رائعة منذ بداية البطولة سواء المنتخب المصري وتصدروا للمجموعة مع منتخب بحجم إسبانيا لقد ظهر بكل تأكيد بشكل رائع وأكثر مما كان الكثيرون يتوقعون أن يتصدر على حساب منتخب مثل إسبانيا وأعتقد أنه سيكون المرشح الأكثر حظا في هذه المباراة أمام براجوي إن شاء الله طيب بالعودة لي تجاربك العربية مع الفرق سواء في كطر أو في السعودية هل في أي من الفترات دي تمنيت أو طلبت ضم أي من اللاعبين المصريين كنت مواجهة بأي من اللاعبين المصريين كنت تتحب أنك تدربهم نعم بكل تأكيد اللاعب المصري هو لعب قوي ويتمتع بالإمكانيات الفنية الكبيرة اللاعبون المصريون على مدار السنوات الماضية كان هناك العديد من اللاعبين الممتازين لاعبين يستطيعون أن يلعبون سواء في أوروبا أو في أي دوريات في العالم الأمر لا يأتي بالصدفة بكل تأكيد أنت تتحدث عن قاعدة كروية مهمة للغاية في القرى الإفريقية وكل الثناءات التي تحيط بالمنتخب المصري الأوليمبي أنا أحب أن أتحدث عن المنتخب الأوليمبي تحديدا في هذه البطولة لأنني أعجبني أداءه ولكن إذا اخترت اسم فسأختار بكل تأكيد محمد صلاح عظيم جدا طيب بما أنك اخترت اسم اللاعب وقلت لي أنه كان فيه أكتر من نادي يرغب فيه التعاقد معك كمدير فني للفريق كل الأندية المصرية أو كسير من الأندية المصرية كانت تتمنى أن خرخي فسأتي يدربهم بس خرخي فسأتي كان يتمنى تدريب أي نادي مصري الفريق الأكثر الذي كنت أعرفه بشكل أو بآخر هو كان الأهلي بكل تأكيد الفريق الذي يمتلك الجماهيرية والقاعدة الجماهيرية الأكبر الأكثر شهرة بالنسبة لي على الأقل هو الفريق الأكثر شهرة بالنظر لتاريخه بالنظر لإدارته بالنظر للبطولات التي يحصدها أعتقد أنه يتابعها الملايين والملايين من الجماهير له عشاق في كل مكان وفي المنطقة العربية أيضا هذه الفرصة التي كانت قريبة في أحد الأوقات أشعر إلى حد كبير لبعض الندم أنني لم أستطع أن آتي إلى مصر أدرب الأهلي لم نستطع أن نتوصل الاتفاقات مع الأشخاص الذين تحدثوا بيها في تلك الفترة ولكن أنا في النهاية أنا مدرب محترف وأنا في أي مكان أذهب إلي لا يمكن أن أفكر في أماكن أخرى ولكن إذا كنت تتحدث عن إمكانية لتدريب أي فريق في المستقبل فسأختار الأهلي أو المنتخب المصري بكل تأكيد هرخي فساتي الموديل الفني السابق لمنتخب أرجوي والحالي منتخب بيرو في كوبا أمريكا اللي ضربا في كوبا أمريكا 2024 وأحد أهم المدربين الأجانب اللي جم في المنطقة العربية أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء قال لك أشعر بالندم إنني لم أغافق أو ما اتفقتش على تدريب النادي الأهلي في السابق أكيد هو مدرب كبير جدا قد أحب الرجل ده جدا جدا وعمل إنجازات استثنائية تحديدا في الدوري القطري وتحديدا مع نادي السد وضرب أكتر من فرق في قطر وضرب طبعا من المنتخب القطري وضرب في السعوداء الأهلي ولو تجارب عربية كثيرة يعني كثيرة ومعظمها ناجح طيب كابتل خليد بيبو ومدير الكرة بالنادي الأهلي هيعمل جلسة خاصة مع محمد مجدي أفشا اللاعب الفريق في الساعات القليلة القادمة عشان ينهي تماما أي أزمة بين اللاعب وبين الجهاز الفني بعد اعتراضه على الاستبدال أو مش اعتراضه غضبه أو زعله في مباراة السيراميكا كليوباترة أمس الحسنة النادي الأهلي بالفوز بالربعية محمد مجدي أفشا نشر ستوري النهاردة على الاستجرام قال حابب أوضح حاجة علشان للأسف بعض الناس هتبدأ تتداول حاجات وتفسر حاجات مش مظبوطة أنا مبارح بعد التغيير كنت زعلان جدا من نفسي وكنت حاسس أني محبط جدا ومعملتش حاجة للفرقة خاصة أني بدأت الماتش وكنت حابب أن يكون ليا إضافة أيام اللاعب أو الرياضي عموما بيبقى فيها حاجات محبطة زي كده أنا حتى نشرت إحصائية فيها صفر صناعة وصفر تسجيل كان منزل هتماب خريطة حرارية عن تحركاته الكثيرة في أرض مرعب مش الإحصائية بس تمام عندي أفضل من كده أكيد وما صدرش مني أي شيء ناحية الجهاز الفني اللي طبيعي يغير ويبدل واللعيب لازم يحترم قرار الجهاز الفني تحت أي وضع ولا حتى الكابتن خريط بيبو اللي في لحظتها قلت له مفيش أي حاجة وقعدته وهديت معلش لحظة غضب وراحت لحالها وإن شاء الله اللي جاي أفضل يعني هو في الآخر قال له لحظة غضب بس هو فوق نفي أنه هو كان بس تمام بص يا جماعة تاني تاني حمام مجد يقفشة كان طالع يمبرح زعلان بس بصراحة هو طالع زعلان ما عملش مشكلة ما عملش أزمة وأنا اللعيب اللي بيخرج من الملعب زعلان ما بقفلوش على الوحد أدام ما عملتش حركة أو تصرف ضد حد اطلع زعلان مقموس وشك مقفول ومش عالتسلم عايزة عقود ومحدش كلمني براحتك براحتك ازعل أدام زعل ده ما عملش مشكلة تمام وبرضه محمد مجد يقفش احنا مش الناس ما بتقولش ولا بتعيد يعني انت كنت غاضبان حتى انت في اخر صاتك هتبع انك كنت غاضب وحاجة وراحت لحالة هي دي بالنا عجباني كنت غاضب وراحت لحالة وتروح لحالها فعلا وبنقادم نايمة اقول كده قفشة بنقادم طيب الناس الطيبين اللي هما بيبقوا ايه اللي بقفوش تتحكموا في مشاعرهم يعني هتلاقيه مثلا بيدي مشاعر حلوة كتير وزيادة وفي نفس الوقت لما بيزعل بيزعل قوي بزيادة عنده مبالغات في الاتنين دي الناس الطيبين فانا متصور ان الجهاز الفني متفاهم فقفشة ده تحديدا انه هو شخص يعني ما بيعرفش يحكم مشاعره فاتعدي ينفع تعدي ماشي النهاردة في الدوري المصري الممتاز دوري نايل اسبوع الاثنين وتلاتين كان كان طلع الجيش ويه الداخلية طلع الجيش فاز بهدف دون رد هدف ليه محمد هاني ابراهيم الهدف جيه في ديئة تلاتة وتمانين طبعا المباراة دي كانت في وسط مباراة المنتخب الونيمي كنت لست بقول لكم ما ينفعش يا جماعة مباراة التعب ومنتخب اللي بيجي لعن ما عليش يعني مع كاملة احترام ما بنحسش من المباراة دي مباراة ديت المحلة كسب لاسماعيلي أربعة اتنين في محاولة صعبة جدا للبقاء في الدولة الممتاز حسام أشرف سجل للبلدية في ديئة أربعتاشر الهدف الأول بعد كده محمد عمار سجل لإسماعيلي في ديئة تسعة تاشر ومحمد أشرف سجل هدف آخر لبلدية المحلة في ديئة تنين وخمسين وهدف لعبد الرحمن مجدي في ديئة تسعة وسبعين لصالح لإسماعيلي ثم حسام أشرف سجل من ضربة جزاء لبلدية المحلة في ديئة الخمسة من الوقت المحتسب بدلا من الضاع وأخير عبد الرحمن جمال سجل هدف الأخير لبلدية المحلة في ديئة السبعة من الوقت المحتسب بدلا من الضاع كل الحكاية دي حطوها على جنب والأهم النهاردة تعادل بيراميدز مع فرقه 2-2 تعادل بيراميدز مع فرقه 2-2 عشан بيراميدز اللي يتقدم بهدفين أحمد شريف سجل هدف أول لفرقه هتويل أهداف الشباب أحمد شريف سجل هدف الأول لفرقه في ديئة الأولى مش مع أنا مش بعد كده شكلي نجيب سجل هدف الثاني لفرقه في ديئة 22 ثم سجل هدف الأول لبيراميدز فخر لقاي في ديئة 39 وبلغة توريس أجل هدف حلو قوي لبيرامدز الهدف الثاني وهدف التعادل في ديارة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضعف في الشوت الأول طيب النهاردة بعد تعادل بيرامدز أصبح أقصى عدد من النقاط اللي ممكن يوصلها بيرامدز في الدولة 79 نقطة 70 نقطة يعني لو كسب التلات مباركات اللي جاية هيبقى 79 نقطة الأهلي فضله ست مواجهات بانك الأهلي والمقاولين واسموحة وزد وإمبي ومودرن سبورت طيب يعني إيه يعني الأهلي محتاج في المقاولين دي كلها على بعضها سبع نقط سبع نقط طيب هتقولي الجدول الجدول الدوري عشان أشرح لكم الوضع يبقى عامل إزاي الوضع يبقى عامل إزاي في الصدارة وقبل ما الجدول ييجي وقبل ما الجدول ييجي هقول لكم حكاية كده يسبوروا على الجدول معلش والله طب يلا هات الجدول هات الجدول قدم جاهز يلا بوس يا سيدي الأهلي 72 نقطة من 28 مباراة بيراميدز 70 نقطة من 31 مباراة بعد كده المصري في المركز الثالث مودرن سبورت في المركز الرابع الزمالك في المركز الخامس سموحة في المركز السادس زد في المركز السابع وركز على الزمالك وزد 28 نقطة زد والزمالك 29 الاثنين دول ممكن ينفسوا على المركز الثالث عادي جدا زدوا والزمالك سيرامية كيلو باطرة في المركز الثامن انبي في المركز التاسع الاتحاد في المركز العاشر هات اللي بقى للمنطقة بتاعة الهبوط دي عشان ايه فيها كلام يلا بينا هات اللي بقى طلع الجيش في المركز الحداشر البنك العاية في المركز الاثناشر الجونة في المركز التلاتاشر الاسماعيلي في المركز الاربعتاشر فاركو في المركز الخمستاشر وتعالى بقى ايه عند بلدية المحلة والداخلية خلاص هابط كده كده تحت بلدية المحلة والمقاولين المقاولين لو كسب المقاولين تلاتين مباراة لو كسب مبارتين هيبقى عنده يعني الفرقين عن اللفوي هيبقى عنده تلاتين نقطة ويقرب جدا من فاركو ويقرب جدا من الإسماعيلي فالمقاولين ما زال عنده فرصة بلدية المحلة محتاج يكسب المطشين اللي جايين واللي فوق يغدموه ده لو ايه حصل حكاية كده او معجزة وقدر يبقى في الدوري الممتاز يعني بلدية المحلة محتاج مبدايا كده يكسب المباراتين اللي جايين وفاركو يخسر المباراتين اللي جايين والإسماعيلي ما زال في الصورة يعني ما حسامش أموره بس طبعا الحكاية بتلف في الحتة دي طيب بص يا سيدي النادي الأهلي يوم الخميس اللي جاي عنده مواجهة مع البنك الأهلي البنك الأهلي بتلغبط نيش بقى ماشي مخري يا حبيبي بس انت بتلغبط ماشي البنك الأهلي يوم الخميس اللي جايش بعد البنك الأهلي عنده المقاولين يوم الحد طيب نفترض الأهلي كسب البنك الأهلي يوم الخميس وكسب المقاولين يوم الحد يوم الحد في نفس التوقيت بيرامدز هيواجه زد لو زد تعادل أو كسب بيرامدز الأهلي يتواج رسميا بالدولة الممتاز يوم الحد الجايش كده كده يوم الخميس الأهلي لو كسب البنك الأهلي ما حسامش الدورش لسه كسب المقاولين يوم الحد وتعصر بيرامدز بالتعادل أو الهزيمة قدام زد يتواج أو يعلن النادي الأهلي رسميا بطلا للدولة المرى 44 في تاريخه أحا دلوقتي في حزبة إيه؟ إمتى الأهلي أحسم الدور الرسمي؟ أجاب لك من الآخر الدوري نسبة 99% خلص خلص للأهلي يتبقى كلمة رسميا رسميا دي ممكن تحصل يوم الحد اللي جاي خلونا نشوف بعد الفاصل عشرفني ونورني النجم الكبير كابتن إبراهيم صلاح نجمينادي الزمالك السابق خليكم معي إبراهيم صلاح الرسمية الزمالك أشرد أن تقوم بالم directional الزمالك الزمالك من أحسن لعيبة ومن أحلى ومن أحسن ومن أفضل ومن أرجى لعبة الوسط اللجوم في نادي الزمالك ومنتخب مصر الكابتن الكبير كابتن إبراهيم صلاحنج من نادي الزمالك السابق ونائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك حاليا مشرفني منورني في هذه الفقرة كابتن إبراهيم منور الدنيا بنقليك ده نورك والله وببقى مبسوط دايما وأنا معاك عسن أنت من ناس الجميلة اللي أحب يحب دايما أن يتشرب فيه ويعني حبيب يا كابتن إبراهيم نجي على هنتكلم على الزمالك كتير طبعا طبعا الفرحة النهاردة كانت حلوة فرحة المنتخبنا الوقت نهاردة عملنا يعني مش هنقول إنجاز لإني لسه محقناش ميدالية لكن لأول مرة بنعد المجموعات وبنوع متصدرين بأول مرة بنعد المجموعات متصدرين بالضبط ومعنا فريقة وزي أسبانيا أعتقد إن دي حاجة كويسة جدا يعني تديك أريحية بعد كده في اختيارات الفرق اللي إنت هتلاعيب إحنا خلاص تحدثت إن إحنا هنلاعب براجوي فأعتقد إن أسهل شوية من إحنا ممكن نلاعب متصدر مجموعة فالأمور هتبقى أحسن لنا وتدينا فرصة إن إحنا ممكن نعد النص دائما حظنا وحش مع المنتخب الياباني فالكواسة إحنا برضو بعدنا عنه آه مفهول المنتخب متناول بس دائما حظنا وحش في السرعات وفي الحاجات دي دائما في الفرق الصغيرة وأكوية جدا خطيرة آه طبعا إيه اللي عجبك النهاردة في المنتخب؟ عجبني يعني أنا حاس إن الروح حلوة يعني كمان شوفنا لغات شوية المباراتين اللي فاتوا وانتقادات ولعيبة والحاجات دي النهاردة اللعيبة عارف إن هي حاسة عايزة ترد وكلهم بيصعدوا بعض عشان كده آه يعني حتى الجنجة لأي الناس كلها بتوحضن زيز والناس كلها بتوحضن إن إنه وايب بيشجع ده بيتكلمة ده حسامي عم جيد حسامي عم جيد النهاردة وعمر فايد بيكلاموا ع بعض طول الوقت وبيكلاموا مع حمزة آه تحس إن اللامة دي معمولة عشان إحنا نعمل حاجة ويقدوا بشكل كويس عشان قاطر الكلام والحاجات دي فلازم الناس كلها توفض هرهم لإنهم عملوا عليهم النهاردة واستحقوا الإشادة صعدوا بشكل كويس إن شاء الله لفترة المباراة اللي جاية كمان زيزو النهاردة كان فاي وأبراهيم عادل كان فاي يعني الاتنين دول تحديدا كنا عايزين فواءنهم وهم دول أهم محورين لعبة بالنسبة لك يعني زيزو من العليمين وأبراهيم عادل من على الشمال خبراتهم واللعبة الكتير اللي لعبوه فبتدير أفضلها بشكل كبير جدا عشان دول المفاتيح اللي لعب اللي عندك لو هم عطلوا بشكل بنسبة 90% المنتخب بتاعك هيعطى مش هتلاقي حلول من الأطراف لكن الاتنين ما بقوا فايقين وده باني يعني في الجن الأول طبعا الجن عالمي زيزو بعملها لإبراهيم في اللي بيعيدها بشكل كويس جدا حتى الجن التاني برضو ضغط زيزو بيضغط المدفع بيغلط إبراهيم بيتاعها بشكل كويس فأعتقد إن الاتنين يعني مشاركين بنسبة 100% في الهدفين من محمد النيني في البطولة وانت رقبت مع محمد النيني فأنا عايز أشيط بالنيني كمان أكتر من موضوع الملعب أنا عايز أشيط به بقيادته للمنتخب يعني حتى بروس النهاردة عمر خارج بيروح يتكلم معاه يعني النيني عامر دور كبير جدا وانا مستقل شخص عارف اني أكيد اختيار هم للنيني دوره قيادي ونقل خبرات أكتر ما كان هم محتاجينه في النحية الفنية يعني اني طبعا دوره في الملعب كبير جدا وكل دا لكن الراجل أكيد كان ليه هدف معين من اختيار اني في وسط المجموعة دي صح فانا شايف من اني عاملوا الدور دا على أكمل وجه هو عنده خبرات كبيرة جدا واللي عيب عدد مبارات كتير جدا فبيقدر ينقل المجموعة وبتكلم وده بين علي يعني تحسوا انه عايز يحقق حاجة ولا سهو عملائش كان انه عنده 20 سنة وبيزبط نفسه من جديد فدي حاجة تحساب له بصراحة وانا أشيط به بشكل كبير جدا ولو منتخبنا ان شاء الله ميداليا هيبقى قائد منتخب مصر طبعا اني يعني هو الدنيا في اعلاميا شوية هو يعني مظلوم او الفترة اللي فاتت يعني هو عامل مسيرة احترافية كبيرة جدا صح بس ممكن يكون مش محظوظ بوجود محمد صلاح بوجود يعني انا أحس كده لانني شوية يتاخد حقه في النقطة دي دي نقطة مهمة جدا نقطة بتكلمش هو بيركز في شغله رغم كل الانتقادات يعني حتى اخر المبارات في المنتخب الاول ما بيتضمش صح ماسمعناش لي تصريح احنا احنا في مصر هنا اللعيب بيبقى بيلعب مع احترامي في اي نادي وبيلعب له مطشين يقولك انا ما خدونيش ومش عارف لي وانا مظلوم وازاي ما خدونيش ده نحسن لعيب في مصر اني بقى له عشر سنين بيلعب في انجلترا وفي ارسنان اقوى عندية العالم ومعلقش كمان على عدم الندماء ولا اركز واشتغل معلقش ولا حتى لمح خالص ولا حتى مسلا نكلم صحفي قال له اكتب على الجساني كزا هو المفروض الناس كلها تكتب له ولا حاجة ولا حاجة بالظبط فلا يعني لازم نشيط الحاجات دي الناس اللي شوية ما بتركزش في كده لكن لا لازم نديله حقه زي ما احنا بننتقده في وقت كبير اما بيقى ده ومش كويس لا نديله حقه الراجل قيم بدور كبير جدا وانا بقول ان اكيد الراجل يعني من اسباب انضمام النيني اللي هو هيكون قائد للمجموعة دي نقل خبراته للناس دي فانا بتمنى التوفيق ان شاء الله واتمنى ان هو هيقدر يحقق ميداليا مع المنتخب الأولمبيس تضاف لتاريخه كمان رايك في القصة بتاع تزيزه في المباراة اللي فاتت وقاف شنبالح وامام عشون من كم يوم مصطفى فتح من كم يوم اللعيب لما بيبقى خارج من الملعب زعلان الناس بتهاجم جدا اي لعيب بيخرج من الملعب زعلان ايوه كنت نسى بقول من شوية انه اجابها اللعيب ده بيبقى بنايادم عنده الضغوط وعنده كل حاجة ده ما عملش اي اساية او اي مشكلة رايك ايه في الحكاية دي بص بص يا كابتين انا عايز كمان انبه لحاجة احنا هنا عارف احنا بستنيين نصطاط اي حاجة ايوه يعني مع احترامي اللاطة احنا عارفين ان التلفزيون الكاميرا هتروح عليه بعد التغيير ويفضل مركز معا ساعة وممكن الكرة تكون بتجي جون بس او عايز يشوف هيعمل ايه بس يعني بس انا عارف بس دي اللي هو ايه انا عايز يقولك انا بعمل شغل انا بحاول انا عايز كوش كيلة بس انا اصد احنا دايما مستنيين الغلاط صح لو اللقطة مجدش في التلفزيون تلاقي واحد جابها بموبايله وبكاميرا من اخر الدنيا عشان يشوف زيزو عملية عشان افش عملية عشان امام عملية اكيد ده لعيب وممكن يكون متضايق انه هو مسلا ما جابش جون كرة راح شعل كده راح كده حابب يكمل بس انا برضو يعني معلش انا بلوم على اللعيب في حاجة بس انت ماشي في شغلك وماشي في مكانك وبيتوضح الكلام ده مسلا لمدير الكرة بتاعك والنادي معاقب مافيش عقاب ولا في اي حاجة خلاص انا بركز في شغلي مش لازم اعود كلما عند الموقف ان انا اعود ابرر واعمل لا خلاص انا شايف في شغلي وانت ماشي صنع انا فيش مشكلة خلاص انت اقفش هنيجم كبير وعدك في الملعب بين الفترة الاخيرة ما شاء الله بطو شكل كويس جدا هو من اهم اللعيبة في النادي الهل بصراحة من وجهت نظري انت مش محتاج تبرر كل شوية انت متضايق من نفسي انا زعلهم من نفسي انا مش لازم اقول للناس كلام انا زعلهم من نفسي خلاص اي لعيب كرة في العالم عندهم ابرات كويسة وعندهم ابرادات مش كويسة طبيعي من الفيش مافيش لعيب في العالم بيفضل كده فوق على طول يعني را 말씀سي و كريستيانو بقى في فترات واخacas و احنا مرندناش موسي و كريستيانو فطبيعي انت تعملي مطش يعني مش كل بقى مطش أنا أعود أبرر للناس أصدرى مش رد عن نفسي وأنا أدايك أن نوعي شوارك أنا بس اللي عايزه منك وأنت بقى العيب وأنت أصلا كنت حماسي جدا كمان في الملعب ووالت جدا وأنت ساعة كنت خارج من الملعب بتبقى زعلان يعني اللي إحنا عايزين نوصله للناس إنه العيب لو بيبقى خارج زعلان مش حاجة عيب أعود بقى خالص لأ بص تكريبتين أنا كمان واحد من الناس لو غيرتين في الدقيقة 92 من جوة زعلان أنا عايز أكمل لكن مش حاجة عيب ولا حاجة وحش صح تفاهمني أنا زعلان يعني ومش هعمل حركة مع المدير الفان لا بس كل لعيب في الحدوشة اللي بتدي عايز الحاجة مسفر وهو موجود في الملعب وعايز ألعب أساسي كل المطشوات وعايز كل الكرة لعبة ألانية أنا بعد كده لما بقيت مدرب حسيت شوية وحسول عن 30 لعيب إنت الأول وإنت لعيب إنت همك نفسك بس أنا عايز أول مع المدير الفان بول التشكيل أنا عايز أبقى أساسي مش بس كده إنت تغيير ما غيرش وإنت كابتل بقيم في الملعب إنت من جواك حاس أنا أهم واحد في الحدوشة أنا أكتر لعب بيك أنا عايز كده أنا عايز بس ممكن تروح البيت ليه نفسك أه لا 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 ما كنتش كويس نظر كل ناس بتهاجمك وإنت كنت حاسي إنك كويس دي حقيقة لكن اللعيب دايما عايز يبقى في كل حاجة عايز ألعب كويس وعايز أبقى أساسي ومعايز ما أغيرش إحنا بنشوف ناس بتغير في الدقيقة مش عارف الثمانين وزعلاء ما وأكيد زعلاء إنه هو عايز يبقى أحسن عايز ما يغيرش عايز لكن أهم حاجة ما بخرجش على النص فأنا بالنسبة لي خلاص مفيش مشكلة لكن أنا متضايق خبطت مش عارف إزاي زعمت أكيد ده يعني ممكن أنا أخرج اللجوه يكون متضايق شوه لكن بلا ما بخرجش على النص مع المدير الفاني بتاعي مع الجمهور مع زماني مفيش مشكلة ميكالي تعامل بزكاء مع زيزو النهاردة شوفنا زيزو بيطلع ناره من بوقع يعني عامل مباراة عظيمة ده تعامل نفسي ومعناوي ميكالي بالنسبة لي مدير فاني كويس جدا لأن من التجارب اللي قبل كده كمان قبل إحنا ما نعرفه الراجل واخد ذهابية قبل كده مع برازيل فريد جانير هو في السن ده أو في المنطقة دي هو بيعرف يتعامل كويس إن هو ياخد زيزو وقدر يتعامل معايا كنجمة أو كقائد للمنتخب ده بينعكس زيزو المباراة اللي فاتت النهاردة بيرد مش عايز أقول بيرد لأن برده زيزو عقلته احترافية كبيرة جدا ومش مركز في الكلام ده كله ده اللي بيعجبني فيه أكتر إن هو بيرده بشغله في الملعب فأعتقد إن زيزو ومدير الفاني عارف إن الراجل بلانبي أي مدير فاني عارف إن اللاعب بتاع بلانبي يقدل عليه واللي هو طلبه منه وارد أنا أكون موفق المرة دي ومباراة اللي جاية يكون مش كويس ده وارد في الكرة ده الطبيعية صح فزيزو لعب زاكي وأنا يعني باحترم فيه كده إن هو مركز في الملعب وماروش أي حاجة تانية فإن شاء الله أنا متفائل بالمجموعة دي ومتفائل إن شاء الله إن هم حاولنا حاجة حيث إنت بقى لعبت مع منتخب مصر مباراة كبيرة جدا وكان عندنا انتصارات عظيمة جدا وكنا بنبقى القانين من اللي بعده طبعا من حاجتين أول حاجة إن الفرحة تاخدنا تاني حاجة إن نحس بنفسنا هو أنا وجودهم في باريس ده حلو ليه؟ مش هيحسوا قوي إنت دايما عارف فاك إن إحنا هنا في مصر بعد المطش كنت بتعود لك أسبوع عايش على الفرحة والناس في الشارع والبرامج كلها صح إنت ده يعني كويس جدا إن هم برا مصر إنا حسب بدي مثلا وإحنا في الجابون 2017 نكسب المباراة الدنيا هنا مش الدنيا وإستحنا هناك لا أفنة من تاني يوم في شغل عندنا مطش بعد يومين والأمور عندهم أصعب طبعا لإن الوقت دايق جدا بكرة يوم التاني هيلعب مباراة تانية ومباراة أصعب فاعتقد إن اللعيبة دي وجود النين وزيزو أكيد هيفري معاهم وجود الخبرات اللي في الجهاز الفني هيتكلموا إن هم خلاص قفلت الصفحة عندهم صفر لمدينة تانية فالأمور هتبقى ملمومة أكتر وأنا يعني حاسس إن هم كل مباراة عن التانية الأمور بتختلف في الأداء وده اللي بيطاب من الواحد يعني في الأمور اللي زي كده هل من الجائز إنه مثلا الجائز الفني المنتخب مصر يومبيا وإحنا في عاصل السوشيال ميديا طبعا أقول اللعيبة والله ما عليش بقى موبايلاتكو عشان صعب 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 ما بقتش الكلام ده يعني الأول كان ممكن مدير الفني يقولك كده كونت بتعمل كده ومع ذلك اللعيبة كنت بتلاقي اللي معه موبايل تاني ومع أصلا أمور هيعرف فيه وصل اللي هو عايزه هيوصل اللي هو عايزه وبعدين اللعب ما بقاش تغير أنا دلوقتي كمان المدربين نفسه بتكلم كده أنا النهاردة واحد مصر كلها بتتفرج علي صهران ومش نايم ومش وكل كويس ومش بتتمرن كويس عايبان عليها في الملعب الناس كلها تنتقدني نايم ومركز وهماوت نفسي الناس كلها بتشد بيه فخلاص اللعيبة نفسها بقت كل واحد عارف مصلحته فين يعني هو في أوروبا مثلا ما بيعملوش معه سكر ليه انت المباراة اللعيبة بتروح على المطش ليه عشان المتأكد وعنده ثقة في اللعيب ده انه هو خايف انه هو يزر اكتر حاجة عنده فبتدوله الثقة صح احنا هنا كده لا لا ده أنا هشيل بقى التلفزيونات وهشيل التلفونات خلاص اللعيبة لما أنا ممكن تاخد مني كل حاجة وافضل صهران في الأودا ومش هنام فخلاص الموضوع ده بقت صعبة حتى الولاد الصغارين ما بقيتش تقدر تمنع منهم التلفون فمش هتقدر تمنع من اللعيب كورة كبيرة عنده خبرة كبيرة بس كل واحد بيخاف على مكانه وعلى مركزه وعلى شكله وعلى مستوى فأكيد هو من نفسه عارف اللي بيفوه وعارف أنا بنام بادري اليومين اللي قبله المبارازة بتأكلي قبل الماتش كل الناس الحاجات اللي وقت كله بقى ماشي بيها والأجهزة الفنية والناس الأجهزة الفنية بيتعارفة بتزود ايه للعيبة في أكل في مكملات غذائية في ريكوفري فخلاص الأمور اتغيرت تماما عن الأيام اللي فاتت طعا اروح بقى للزمالك الزمالك بعد ما فقد حظوظه في الدوري الممتاز بدأ جوزي جميز يدخل عناصر كتير شباب ومفتقد طبع اتنين مركز السائل الفريق زي زيزو وحسام عبد المجيد مع المنتخب القليل بتحديدة الاتنين دول يعني وشحاتة وشحاتة ومحمد طارق كمان بسياني بقول اللي بيشاركوا أكتر كعاسيين ورغم كده بيحاول يدفع بلعبين كتير في رأيين طي يقولك لأ أنا مش عايزك تلعب بشباب أنا عايزك تلعب بقوام أساسي وتحاول تكسب كل المباريات عشان يبقى الزمالك في مركز كويس في الجدول الدوري وفي رأي تاني يقولك لا ايه في الباب الدولي الموسم ده وحاول تستفيد أكبر استفادة للموسم اللي جاي يعني كنت في الأول بميل الموضوع إن أنا الزمالك ونازم أكسب على المستوى الشخصي يعني تقول إن أنا لازم أكسب أكسب مبارات كتير كمان عشان أحسن ترتيب لأن الترتيب اللي الزمالك في دلوقتي ما يلقش بإسم الزمالك خالص فأنا حاول أقرأ أكتر عدد مبارات أكسبه متتائلة عشان أحسن مركزي ممكن أني في المركز التالت عندي فرصة أنه فيها لكن الراجل أكيد له خطة تانية خالص يعني الراجل في دماغه بلان تاني خالص أما جاء التصريح اللي قاله بعض المبارات اللي فاتت قالك أنا أول مرة في حياتي اللي عارف أحط خطة راحة ولا فترة إعداد إحنا عندنا أول مبارات رسمية لنادس دمالك في الموسم الجديد يوم 13-9 فالراجل خلاص هو ده بلقنا نفهم دماغه دلوقتي هو قاله بشكل صريح عايز أي العدد اللي عبك كبير يريح أطول وقت ممكن يقدر يريحه على أساسا ما يجي يبتدي فترة الإعداد اللي عبادة تكونوا أخدرها مفيش وقت في اللوست خالص بتنهي الدوري بتحتاج مثلا ثلاث أسابيع تعمل فهم فترة إعداد عشان الماتش فمفيش مش هتاخد أسبوع حتى أجازة فبالتالي هو بيقدر يريح اللعبها دلوقتي من الماتشاط في نفس الوقت النقطة التانية بيقدر يجيب أكبر عدد من اللعبها الصغيرة بيجربها بيشوفها شوف مين يقدر يكمل مع الزمالك مين مش هيكمل مين هيعتمد عليه مين هيقدر ينفز له خطة لعبه مين لا فأعتقد إن ما بشيلاقي وقت مناسب أحسن من التوقيت اللي إحنا فيه إنت مش محتاج ترتيبك في الدوري إنت يا رجل كده كده هتلعب أفريقيا عشان إحنا حاملين اللقب فأعتقد بالنسباله يعني الرابع أو الثالث زي الخمستاشر والستاشر لأن كده كده الموضوع ممكن هو شايف كده الترتيب الجدول مش فارق معاه فهو دلوقتي بيحط بلان لدماغ وعندي بدايل لهم شوية ممكن رياحوا عشان ياخدوا نفسهم إن إحنا عندنا عشان لو الحاضر مش معايا فعلى المستابل يكون معايا بالضبط طبعا انت كده كده رسمي قدام الناس كلها مفيش حد ياخد راحة يعني عندية الدوري السنة دي مفيش أي حد يريح خاصة الناس اللي هتشارك في أفريقيا يعني أول بورالي الزمالك تلاتاشر تسع الصبر الأفريقي سبعة وعشرين تسع وإنت طبعا الناس في بداية الموسم الجديد مش هتسامح يعني السنة دي بنقول دوري ومش عارف إيه اللي إحنا شايفينه ده لكن الموسم الجديد جمهور الزمالك مش هاي سامح حد صح فالأمور هتبقى مختلفة طبعا وإنت رجلك في الملعب بعض الناس المشجعين يعني بيتعاملوا مع لعيب الكورة إنه هو زي لعب بلاي ستيشن جرافيكس لعيب الكورة يعني حجم التعب والمعاناة اللي بيعيشها اللي بيبقى في تلاحهم مواسم زي كده اشرح لي من جوه بقى يعني إيه اللعب الكورة بيبقى تعبان اللعب الكورة تعبان أنا أقولك حاجة أنا مسلا واحد من هو أنا خمس ست سنين وأنا بلقت فترة النشئين حياتي كلها كل يوم إيه تمرين ولو في مذاكرة بعد كده لما كبرت بقى تمرين وبتراوح ترايح عشان تمرين تاني يوم عشان مطش عشان في معسكر عشان في سفر أفريقيا عشان في سفر بتيجي تستنى يعني أما كان المدير فني يقول لنا عندك أسبوع أجازة ده كان بالنسبة لك العيد العيد كل حاجة في الحياة اللي عايز يسافر بيسافر وتضرب لك بعده ثلاثة أربعة أيام بقى أي حجة نفسك في أجازة فأنت تخيل إحنا هنا في مصر من 2010 تقريبا أو 2011 بعد الثورة إحنا في المعمعة دي مفيش انتظام دوري مفيش أي حاجة مفيش أجازات منتظمة العالم كله والناس اللي بتفهم وأوروبا وي 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 الدوري بيخلص في آخر شهر خمسة بيقود أجازته شهر بيعيش حياته بيرجع في أول سبعة فترة إعداد محترمة الدوري يبتلي في نص ثمانية ده اللي بنعرفه في الكورة إحنا مفيش عندنا الترتيبة خالص فأنا اللعيب كورة ما أنا ليه يبيت عايزة أسافر عايزة أروحة أنا بطلت من سنتين السنة اللي بطلت فيها دي أنا سفرت فيها خمس سفريات عمري ما سفرتون في العشرين سنة اللي هو جعان عايزة سافر عايزة أفروج عامل حاجة معينة شفت حد على السوش الميزة كان بيهذر من بعض مش هجعان لك يعني أقول إيه بقى عايزة صيف يعني عايزة صيف أزيك بالضبط مش عايب يعني بالضبط أنا أقول لك حاجة مثلا أنا مثلا تمريني في نازل زمالك عايزة أروح إسكندرية مش هروح إسكندرية دي ساعتين بس مش هروح لإني تاني يوم الصبح بادري عندي تمرين مش هقدر أروح أباد في إسكندرية واجه على التمرين فبعمل حساب إن أنا لازم عندي تمرين يعني معين إسكندرية دي جنبينا بساعتين ولأ وكل حاجة أنت بتعملها بمجهود يعني حتى السواق دي مجهود سفر مجهود هو ليه معسكر وليه بيت قبل المطش بيوم عشان الحاجات دي كلها عشان ترايح من سواقة بتاكل كويس بترايح جسمك كويس عشان المباراة اليوم بالضبط فأنت الحاجات دي كلها ممكن البنادم اللي برا ما يمركزش فيها كان أنا كلعيب هو ده اللي بيحصل دي طيب شفنا كذا اسم شاب في تشكية نادي الزمالك دلوقتي مين اللعيبة اللي أنت متوسم فيهم خير إنه يقدروا يكمله يعني دون مواهب الناس لازم تبص تبص عليها من دلوقتي وتزبر عليها يعني تقول لهم ازبر على فغير دي النقطة اللي لازم اتكلم فيها احنا في الناشئين عارفين امكاناتي فيه لعيبة كتير احنا عارفين امكانياتها ولعيبة كويسة بس احنا على مستوى الناشئين موجوده في الدرجة الاولى هيحتاج بقى وقت وصبر واحتكاك ويتلعب في مستوى اعلى وقوة تانية بالضبط كده فهو ده اللي احنا بنطلوبه من الناس لازم اصبر شوية عالناس دي يعني عندنا محمد السيد في نص الملعب ده لعيب امكانياته عالية جدا ممكن شوية لسه مش واخد راحته زي ما بيلعب تحت لأ بكرة تشوفوا هيبه لعيب كبير انا سوائل موجود في الناشئين لعيب كبير طبعا عندنا في السن الصغير لعيبة كتير بس لسه متصعدوش لاني سنهم صغير فمش شايف موجودين دلوقت لكن محمد صلاح في 2003 لعيب كبير جدا عايز اقول على رفاعي اللي غلط الغلطة مبارح يعني كلنا بنغلط وغلطنا كتير وضيعنا بطولات على الفريق بتاعنا بغلطات ده مدافع قوي جدا وكويس جدا بس كل دول محتاجين وقت فانا الناس دي كلها يقدروا يشيلوا ويلعبوا ويكملوا في الزمالك بس محتاجين صبر انت في نالة الزمالك انا عارف ان موضوع الصبر ده هيبقى صعب انت بدأ من الموسم الجيد ميفش حد يصبر على حد وحدش هيقولك لا ده احنا بنجرب احنا بنحاول فاللعبة اللي موجودة دلوقتي دي عليها انها تستغل الوقت ده دي فرصة العمر بالنسبة لهم عمر الناس زمالك ما لقيت اتناشر تلاتاشر خمستاشر ناشئ موجود في التمرينة دي صعبة جدا وكل مباراة في ستة وسبعة فانت اعتبر انك محزوز دلوقتي اللعبة دي محزوزة جدا انا بقول قبل كده احنا كلنا بنشوف بيطلع معانا اتنين صغيرين بنقول احنا كده في ناشئين يعني اتنين انت النهار ده خمستاشر لعيب قال لها حاجة في التدريب بتاع الفريق الاول كل مباراة في ستة وسبعة فانت وشطرتك بقى واستغل الفرصة انت خلاص انت انا بقول بداي من الموسم الجديد اللي موجود فوق ده يبقى هو دل محزوز اه الزمالك فيه لعيب عنده ستاشر سبعتاشر سنة اه لمين يامال؟ عندنا والله عندنا يمكنات مش لمين يامال اه انا اقصد انه عندنا يمكنات كبير اه لا انا افهم في النقطة دي حتى برشلونة ايه ما عندهش عشرة لمن يامال او عنده واحد لمن يامال او اصد انه الزمالك عنده لعيب ممكن نقول كده انه فلتت فلتت زمانه كل فرقة كده من السن الصغير 2007 تنزل 2008 2008 تلاقي فيها لعيب اتنين في الزمالك لعيبة عالية جدا يعني فرقين عن جيلهم كله والله عندنا طبعا اقولي اسمي هو الناس ركزت شوية مع محمد حمد عشان قال التصريح ده قالوا وفروه الامكانيات هتلاوني اعلى منه هو قال التصريح ده اه لا انا اقصد عندنا امكانات كبيرة لعيب صغير اسمي دولت بتتكلم من شوية قلتلي ايه انه في لعيبة اصغر شوية ما تصعدتش اللي اصغر ده مسلا 17-18 سنة اه هو اصغر كمان انا عايز بفريق اول عادي ملاح منه 17 هو اقل هو اقل اصغر بكتير اه اعنا ها عندنا في ال 15 و16 وجده بس بس ما شاء الله هم امكاناتهم كويسة ان احنا كمان عارفين دولت لعيبة امكاناتها كبيرة فعملنا عقود من دلوقتي وده كانت حاجة غريبة انك تعمل عقد اللعب عنده 15 و 14 و 16 سنة مفيش حد كان بعمل عقود بتعمل عقود عشان يبقى موجود في النادي وانت مرتبط بعقدك مع النادي لكن احنا عارفين بتبدأ تبنيهم من دلوقتي جثمانيا وفنيا وبتعلمهم في خلال سنة او اتنين كمان قدامها تلاقي الناس دي موجودة في الدرجة بس اعلك سؤال اخير الدوري خلص للقادي او الناس البرامدز عنده فرصة طبعا 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 بالنسبة لنا خلصة طبعا بعد مبارات بيرامدز الاول عارفت ان ليه بيرامدز مقدرش يتمسك بالفرصة للنهاية رغم انه كماشي كويس هو انا كنت اتمنى يعني مش عشان حاجة والله بس كنت حابب ان فريق وتجربة كويسة وبينفس باله كم سنة وماشي بشكل احترافي ايه المشكلة ان هو ياخد الدوري فشايف ان هوات ظلم كمان شوية في حيث التحكيم لكن الاهلي طبعا بامكانات لعبته بشخصيته بجمهوره بخبرات الدوري بالضغط بالحاجات دي قدر يحسن وده حقه يعني صراحة كابتن ابراهيم شرفت ونوارتك العادة دايما العادة معك عظيمة جدا مشكورك حبيبي يا ربي خليك كابتن ابراهيم بالتوفيه ان شاء الله لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الزملاء العزاء احمد الجاري واشهاب هيكل خليكم معنا موسيقى 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 منوارت الدانية اخبرك ايه وحشنا فراقه معاشا والله انا انا مفتاك جدا نطلع معاك بس ان شاء الله فترة جاي نطلع كدير حبيبيك ممنورك اخبرك ايه وحشنا برضه بعلك كتير بعلك حبيب حلوين يعني لا نتعولين على ده بس حلوة اللي احنا اللي احنا نهره بيتقابليه في مناسبة سعيدة الحمد لله. إيه رائك في المناسبة السعيدة؟ لا أنا الواحد فرحان بصراحة. اليوم حلو. يعني يمشي بطريقة كويسة كده. وخلينا نبقى صرحة. كنا متفقلين إن إحنا نتأهل يا كريم. بس ما حدش كان متخلن السيناريو يروح كده. يعني السيناريو حلو. مش بس نكسب. إنت كاسبان. أداء مقنع. الناس مبسوطة من المدرب. مبسوطة من اللعيب. اللعيب يا رجالة. الحاجات دي كلها بتفرق. صح. إحنا كشعب في الكورة يعني زواق بيفهم إمتى أنت كاسبان. فوز مستحق وإمتى لأ. حتى لو في فرقة إسبانيا عامل تغييرات أو عامل روتيشن. ستل هي منتخب إسبانيا. ستل اللعيبة اللي لعبة النهاردة بتلعب معظمها. بياخد مباراة كتير جدا في الدورة الإسباني. فوز كبير جدا. يودينا إن شاء الله حتى بعيد بأسنين. هجيلك على ميكاة اللي كلمت عنه في الأول. بس الشاب برضو شفت الفوز إزاي النهاردة. خاصة إن إحنا كنا الأفضل كمان يعني إن كان إحنا عندنا فرص أخطر من المنتخب إسبانيا. دي ممكن كانت الميزة النهاردة في المباراة اللي إنت مش كسبته بس وإنك يتكلم جاهري من شوية اللي إنت محققتش فوز وخلاص. لأ إنت قديت بشكل جيد قدام منتخب إسبانيا. حتى لو كان برضو في روتيشن. طب بسيط على كل اللعبة اللي موجودة. كل سكواب بتاع منتخب إسبانيا بلعبه في أندية كبيرة جدا. فرق الخبرة كبيرة بالنسبة لعابة إسبانيا أكتر بكتير من لعابة منتخب مصر. اللي أغلبهم ما بيشاركش بشكل أساسي ما عنديته. بعكس منتخب إسبانيا لو ببسيط الأرقام هتلعبها بشاركة عدد دهية كتير جدا. فإنك يمكن دي أفضل لها المنتخب مصر. تاني حاجة تتكلم في الناحية بتاعت التأهل. إحنا كلنا كنا عارفين من قبل البطولة أو من قبل الإنبيات ما تبدأ. إحنا هنتأهل بشكل جيد لأننا عندنا تدرق في المتشاب بشكل كويس. مع الدوميني كان هنلعب أول مباراة بعد كده أوزباكستان. فكل ناس كمتوقعات أهل منتخب مصر بفوزة أول مطشين. لكن السيناريو ما راحش كده. وراح للاتجاه الأجمل اللي أنت بتتعادل في مباراة هي الأسهل بالنسبة لك. معكاب تكسب تاني مباراة قدام أوزباكستان. معكاب بتكسب منتخب أسبانيا وبتتأهل المجموعة. يمكن حلاوة المطش وحلاوة التأهل من المجموعة جاية من الصعوبة اللي حققها منتخب مصر. وحققها بأفضلية فنية وأفضلية كمان في النتيجة. فأنا شايف إن شاء الله تكون دفع معناوية المتخب مصر في مصر المدارية بإذن الله. طيب. شايف مكالي جامد؟ قولي أولا. الجامد دي كلمة قليلة. كلمة قليلة. طبع. قولي ليه. أقولك ليه. أولا أنت فيه اتنين مدربين. أنا دايما بشوف إن إحنا محظوظين إن هم جاءوا مدربة في مصر. واحد منهم كارلوس كيروش وعلى مستوى المنتخب الأولمبي وبشكل عام كاسي فيه. مكالي مدرب كويس جدا. مدرب محترم. بصك كريم يعني ممكن الناس ما تبقى شعار. بس أنا وإنت دايما منتكلم في الكورة. منوع أن نتكلم كتير في الفنيات أنا وإنت يعني. حتى أناديلي بيزز يعني كل يوم. المدرب اللي صاحي اللي فيه تفاصيل ما بتفوتوش. دي مهمة جدا. إزاي. النهاردة فيه مدرب بيشوف الديفو أو العيب اللي عنده مع المنتخب. وأنا أخب بالك أكتر وقت لما المنتخب نادي بيبقى كاسبان تطلع الحاجات السلبية الصغيرة اللي كانت موجودة النهاردة تعمل لها هاي لايت عشان بعد كده. يعني أنا بحب جدا أتكلم في مش هقول سلبيات. الحاجات اللي كان فيها شوية الله ينور عليك. عشان تروح لمرحلة الكمال. أنا ممكن أخش معك يلا في الفنيات على طول سريع عن كده. يلا ياريت. ميكالي النهاردة قبل ما نعرض الصور عمل حاجة مهمة جدا بالنسبالي. هو كان قاعد صحي. يعني هي قاعد صحي. أنا من أول الشوت الأوليني وإحنا قاعدين والراجل قاعد بتفرج شفنا أن فيه دفو أو عيب عند الحتة بتاع كريمة دباس. صح. مسؤول عنها كريمة دباس ومسؤول عنها أبراهيم عادل في الردى. إن منتخب أسبانيا كان بيعمل حاجتين وعلى فكرة اتنقلت الشوت تاني. هاشرحها زي زي. إن كان بيعمل خلينا إن نشرحها بالصور. بيسموه ما قبل الهدف منع الكرة دي. هنا دايما كان المنظر إنك بتشوف تلاتة منتخب الأسباني بيعملوا أوفرلودي يا شاب ناحية اليمين ويشتغلوا على كريمة دباس. عندنا مشكلتين في الظاهرين إن بيسيب القلب فاربعة ما ينفعش تعمل كده. وتروح على الخط عشان تقفل العرضية قبل ما الكرة تتلعب. فمجرد إن بتتلعب في الهف سبيس بيبقى مشكلة. خلينا نروح على السورة اللي بعد كده. دي اللي تلعبت في الهف سبيس. الكرة دي قررت كتير قررت كتير الميزة بقى إن كان على طول أنت كتبت تعمل عملية الترانزيشن كويس جدا. طيب كانت فيه كرة تانية في نص الملعب هي دي المشكلتين اللي كانوا عندك النهاردة الأزهرة ونص الملعب. بص هنا التمركز بتاع نص الملعب كانت في ديئة 17 يا كريم ويا شاب. هنا منتخب المصري حاول إنه روح يضغط بعدد زيادة على المنتخب الأسباني دي كرة اللي جات في العرض يا كريم. اتلعبت في ظهر المنتخب الأسباني الرد بتاعتنا طبعا التحاول المنتخب الأسباني وكرة دي خلصت بالكرة اللي في العرضة. حتى حاول يوقفها أحمد نبيل كوكا وعلى فكرة عمل مباراة عظيمة في مركز الزهير الآيسر وخلصت بالكرة العرضية. هنا المشاكل الرجل شايفها عملت إيه على قد ما قدرت وقفت كريم الدبيس رجعت إبراهيم عادل. خليت أحمد نبيل كوكا يمين لحية الشمال يقفل الحتة دي لغاية لما شوف لها حل بين الشوطين. الشوط تاني الوضع يتغير. مشكلة إنه راح تتنقلت لك عرف أنت الوضع يتغير بس الشوط التاني لما حطيت كوكا كمان لحية الشمال وحطيت مع مصابر. بس في مثل بيقول لك إيه إحنا في مشكلتين نهارده كان عام انتخب المصري حتة في الحتة الهجوبية الحتة الدفاعية. المشكلتين دول مكالي بيحاول يعالج فيهم. عارف اللي هي الحتة بتاعت المصري بتاع سيمي الغانم جيت عدلت الجاكت البنطلوندر هي نفس الفكرة ناحية اللي يبص أقف بس هنا ما تروحش للسرر بعد كده. أحمد عيد عمل ايه يا كريم أنا رايح على الهاف هاقف الهاف لأ فاربعة ما انت تماملش كده. الهاف هو اللي يرجع والله يناول عليك. رحل هيجيلك واحد من نص ملعة بص نيني عمل ايه نيني راح برضو هو اللي راح يقصر عليك. لكن الطبيقة يا كريم ان الباك رايت هتفضل في الحتة دي جنب السردباك انت كأنك سردباك تالت في الكرة الغاية لمتغنى. هو اللي ينزل مكان الباك. رح بعد كده عالصورة اللي بعد كده انت ناحية وهجيلك لغاية لما نقفل بها للجول. اني هنا قفل والحمد لله انها خلينا نمشي الصور بعد كده فانت عندك مشكلة يا كريم ناحية الاظهرة. كوكا قفلها لك ضبا مفتاح وبنزول صابر كمان قفل معا الحتة دي بشكل كويس وابراهيم عادة اللي عارف يرجع. خلينا نمشي يا شباب الصورة بعد اذنكو ده لا هنا نقف دي الحتة الدفاعية اللي انا كلمتك عليها ولو نستعرض برضو هدف اسبانيا كان عندنا نفس المشكلة هشرح عليك كريم. بس بما ان احنا جينا هنا بص يا كريم عندك مشكلتين مش هينفع ان احنا يجلنا المباراة القادمة وهي ايه فكرة القرار وانا رايح بعمل عملية الترانزيشن. احنا منتخب مع المنتخبات اللي هيبقى عندها استحواز انت هتلعب على الترانزيشن فالفرص اللي هتجيلك مش تديرها. تحولات الهجومية الهجمات المرتدة. الهجمات المرتدة فما ينفعش ان انا رايح هنا اربعة على ثلاثة انت هنا وضعية اربعة على ثلاثة. والزياج كمال رايح لغاية قلب الراجل وعادي يستنى زيزو ولا ادى زيزو ولا لعب لبلال مظهر. وكان القرار زي ما انت شايف هو زياج كمال هو اللي واقع. فانت عندك والكرة اللي بعد كده اللي هي بتاعت احمد. اقول لك حاجة على موضوع القرار دوت زيزو لما خد الكرة في الهدف الاولاني وعدة الكرة كانت على شماله. لو خد الكرار وشط بشماله كان ممكن تجيبها بالنسبة للغاية. في الانترفيو اللي بعد المباراة. فعلا. انا لمس جملة ده. اه. انا كنت هشط على شمالي. لقيت ابراهيم عادل جاي. افضلية 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 افضلية. هو ده بقى فصد الكران انت بتاعي عليها. دي الخبرات بقى. فانت عندك هنا الكرة اللي بعد كده نروح على اللي بعد كده هتلاقي برضو الكرة بتاعت احمد عطف القطة. طبع ابراهيم عادل حاجة يعني من. انا ليس اسأل سؤال ابراهيم عادل وهنتلم عنه يا. انت عادل في مصر يا ابني بتعمل ايه? انا مش عادل بمزاجه ايه. انت لازم 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 هو يخرج يا كريم العين كبير. بص الكرة اللي بعد كده. القرار انت رايح هنا. ده مفراد. احمد عطف قطة رايح مفراد. طيب. بالعرض اللي زيزو جول. ماشي. عندك مشكلة في القرار. لازم الرجل يشتغل عليها بس. عظيم. بس ميكالي كان في شغل ايجابي كتير كمان. طبعا. يعني هو جهري عمل حاجة مهمة جدا للنهاردة. ان احنا النهاردة كن مثلا مستواني تسعين في المية وكان فيه عشرة في المية اخطاء. هو جاء العشرة في المية. عشان يكمل المية في المية في المغارل اللي جاي. التسعين في المية بقى كم منهم يا حب. بص بداية كده وجود ميكالي على رأس الجاز الفني المنتخب مصر اولمبي. خلينا نشيد بالتحاد الكورة. بننتقى التحاد الكورة كتير. فكرات كتيرة جدا سواء محلية او حتى باختياراته المدير الفني المنتخبات. لكن وجود ميكالي منتخب مدير الفني المنتخب الاولمبي عنده الخبرة في المعدة الاعمار ده. واشتغل بشكل جيد مع المنتخب البرازيل. وخض التجربة. وكل تجربة حتى مع الاندية كانت في معدة الاعمار ده. حتى مع نادي الهلال السعودي كان ماسك الفرق السنية في نادي الهلال. فده اختيار جايت. بس بالمناسبة هنشكر اتحاد الكورة ونشكر المدربين المصريين اللي رفضوا تدريب المنتخب الاولمبي قبل. بالزبط. بالزبط. عشان كان في المدربين قرد عليهم. قالوا انه لا المنتخب ده مش هينجي حالجيل ده مش هيقدر ينجي. فجالك مدرب هو واخد اصلا مداليا الزهبية مع المنتخب البرازيل. ممكن انها مداليا الوحيدة في تاريخ المنتخب البرازيل. فخلينا ده الجزء الخاص بميكالي كمدرب واحد مدربين الكبار الموجودين في العالم. الشغل الفني اللي اشتغل به النهاردة الناحية التنظيمية اللي موجودة عند ميكالي ببينك قد يوم مدرب كبير. وده شوفناه حتى في شكل منتخب مصر قدام منتخب اسبانيا. من شوية جوهر اتكلم عن المشاكل اللي ظهرت في منتخب مصر. في النواحة الدفعية خاصة من ناحة الشمال وراجل قدروا ان يعالجها. لكن تعاني شوف الناحية التنظيم نفسها اللي اشتغل بها الراجل من بداية المباراة. لو جبنا الحالة الاولى اللي موجودة شكل وقفة اللعيبة يا كريم بينك قد ايه مدرب مركز في التفاصيل. هتعرف المدرب ازاكي واللي بيذاكر ازاي. لما تلاقي كل الخطوب بتاعت الفرقة كل الاربان بعض. مش هتلاقي اجاب خالص ما بين الخطوب. قبلك ده ما كانش موجود في الدومينيكان تحسن نسبان روز باكستان. عملية تطوير الاداء موجودة عند منتخب مصر بشكل جيد. دي ممكن الهجمة اللي جابها من شوية جوهري. واتكلم عنه عن المشكلة اللي كانت موجودة ناحة الشمال. انا هنا بكلمك على دور النيني وقرأته للعب. هو قاري اللعبة راحة فين. وقاري المشهد عمل ازاي. هيفضل متكمل مع اللعبة لحد ما هو اللي يروح يقفل على الراجل. بعد ما يعدي من احمد من كريم الدبيس ناحة الشمال. ويبدأ هو اللي يعمل عملية تطور الهجمة في تحول الهجومي لمنتخب مصر. وده الزكاء اللي كان عنده ميكالي النهاردة. انه هو بيقفل بشكل جيد. فيه ترابط ما بين الخطوط. الفرقة كلها بتلعب كواحدة واحدة ككومباكت. ويستغل عملية التحول الهجومي بشكل جيد على منتخب اسبانيا. الكرة دي كانت في الديئة الاربعتاشر. راحت بهجمة وانفراد لبريم عادل. قدر ان يستغل طبعا مهارة ناحة الشمال. وراح وانفرد ويمكن الكرة استدمت في المدافع وطلعت ناحة تانية. فبين شكل وهوية المنتخب مصري من اول ديئة. ناحة التنظيم اللي اعتمد على ميكالي. هي اللي حسنت وطورت من اداء منتخب مصري النهاردة قدام اسبانيا. وساعدتنا كتير في تسجيل هدفين اللي سجلهم ابريم عادل ونجح فيهم. ده يمكن الشكل الفني اللي احنا ممكن نتكلم فيه عن ميكالي. يمكن دي كرة الهدف برضو جاية من تحول هجومي سريع. الكرة بتتلعب بشكل طول الزيزو بيستغلها بشكل ممتاز. وممكن الراجل ده تعرض لظلم كبير في أول ما تشيل المنتخب. النهاردة بيرد على الكل بأداء فني جوه الملعب. ما تكلمش ما نزلش حاجة على السوشيال ميديا. أداء زيزو النهاردة بيبين قد دي هو العيب كبير والعيب عنده خبرة كبيرة. طبعا ممكن دي ممكن الأفكار اللي اشتغل بقى ميكالي النهاردة. انه يقفل بشكل جيد. يبقى فيه توازن ما بين الخطوط. ويستغل عملية التحول الهجومي لمتخب مصر. حلو. برايم عادل كنت عايز تتكلم عنه. بصك كريم نوعية من اللعيبة اللي مبقيتش موجودة كتير في الدور المصري أو في الكرة المصرية. أنا دايما بقولك الجملة ديها كريم وانت عارفها بتسمعها مني لما منوعة نتكلم مع بعض. او حتى اللي انا مع بعض في الاستوديوهات. انا بحب لعيب الكرة الجريء اللي بياخد الكرة بيروح على المدافع. اللعيبة دي مبقيتش موجودة كتير. لعيب. كوة جسمانية. الحد كبير. انا بشوف انه ما شاء الله كويس. ونسا يتطور. بدانين كويس. وقف على رجله. عجل مميز جدا. فكرت الواحد على واحد. عنده كبيرة جدا. يا طبقة. ابراهيم عادل. العقلية. العقلية دي بقى دي كلمة واسعة جدا. تعال خش في تفاصيلها. انت كلعيد كورة. طموحك ايه وعايز تبقى ايه. هل انت عايز تبقى موجود في الدور المصري هتبقى نجمع كل حاجة. سواء موجود في بيراميز أو اي نادي ثاني. على عيني وعراسي. هتروح منطقة مصر. بس انت هتعمل كارير لنفسك ازاي. هتعمل مناجمنت ادارة لكاريرك ازاي. طيب. اول واحدة دي. ابراهيم عادل عايز يحترف من سنتين. طبعا مفيش العين مش عايز يحترف. ساقص دي. هتجيلك هتجيلك. ما خلينا نبقى سرح. انت بتشتغل دلوقتي لغاية لما تجيلك. تجيلك بقى سواء عن طريق ان بيراميز. يجي له عرض اه بعد معاقدك يخلص. هتروح حتة ايا كان الطريق عاملة ازاي. فانت لازم هي دي اللي هتشتغل عليها. النقطة التانية انا بشوف ان ابراهيم. اشتغل شوية على الحتة الدفاعية. الردة بتاعته لازم تتحسد. تفرق معاك كتير جدا. انا بشوف ان كمان عنده ميزة. شوفتها في العيبة كتير. انا بكلمك على المنتخب اللي يمكن. شوفناها مع رمضان صبح. شوفناها مع مصطفى محمد. فكرة ان هو. وكان فيه فيديو يا كريم. ما عرفش الناس شفيته. لا. لو نقدر ان يجيبه. هو اتكلم بعد. زيزه على طول. زيزه اتكلم في الدراسنج روم. بتحسه النقائد. يعني عادي انا ادي لابراهيم عادل. طبعا لو مش موجود زيزه مني. هو كابتن منتخب اصلا. هو اديله الكابتن. وحتى في وجودهم. مش بقلل منهم. بس تحس ان ابراهيم عادل. هو كابتن ثلاث موجود في المنتخب. عنده الشخصية. عنده الشخصية. وحتى مع بيراميدز. انا بشوف ان هو جوه الجيم. او مع الفرقة. عن شخصية كريمة. النوعية دي. ما بقتش موجودة عندك كثير. صح. وفي رأيي ان ابراهيم عادل كمان. ممكن مع منتخب مصر. مع كابتن حسام حسن. ممكن يبقى ليه دور رغم ان مركزه. تريزي جي. ومرموش. ممكن كابتن حسام حسن يغير في التركيبة اللي قدام دي. وتلاقي ان ابراهيم عادل موجود عادي جدا مع منتخب مصر. كابتن حسام يحب ياخده المغامرة. كابتن حسام يحب العيب الصغير. أنا أتوقع أن بريم عادل ممكن يبقى موجود مع منتخب مصر بعد البطولة دي هاي بريم عادل ترجمة للكلام اللي تكلم عنه جواري نشوف أرقام من نهاردة بريم عادل لعب كبير لعب عنده شخصية في الملعب وأظهر ده النهاردة نسجل هدفين كم من محاولات العلمار من النهاردة يبين لك قد يلعب فعلا عنده شخصية ما بيخافش مش هاي بالموقف المقطة اللي تكلم فقه جواري إنه هو محتاج ياخد خطوة لقدام في الكرير بتاعه وده ممكن ده مطلوب بالنسبة لكل عابية منتخب مصر خاصة الجيل الحالي الجيل اللي موجود في المنتخب الأولمبي لازم يستغله التطور اللي موجود دلوقتي في أداء منتخب مصر الأولمبي طالب الأرقام رجالة هتيججج أرقام جاية جاية فشايف إنه هو أحد من أفضل عابة اللي كانت موجودة النهاردة في شكل منتخب مصر محتاج إنه هو يشتغل على بعض النواقص الفنية عنده في النواحة الدفاعية وتكلم عنها جواري باستفادة بممكن هو مش محتاج تطور فن كتير أول إنه هو عنده قدرات كبيرة لكن لو ببسط الأرقام النهاردة طبعاً هو لعب المراغب مسجل هدفين ما فيش أستيطات طبعاً إحنا كسبنا 20 واحد تزداد على المرمى أربعة وده رقم كبير جداً خاصة أنت كمان كودساب الاستحواز لمتخب أسبانيا مراغوات النجحة واحدة لو نكمل بقى الأرقام بعد كده تعرف كمان من مناسبة التزديد يا شهاب فكرة تزديد على المرمى الأربعة أهداف أنا بشوف إنه هو فكرة لما بيروح على الجول بيشوت على الجول يا كريم مش فكرة إذا أنا شوته خلاص لأ أول رجل نهاردة حتطبطنا لجله وتعتبر في نص الجول صحيح عنده الأكيرسي بتاعته حلوة جداً فهو واحد من أفضل لعيبة فلازم عملية التطوير الخاصة بيه تتم من خلال نديه ومن خلال وكيل أعماله من خلاله هو شخصياً لأنه هو فعلاً موهبة موهبة تستحق إنها يكون موجودة في واحدة من الدورات الكبيرة الموجودة في أوروبا وصعب علينا إن إحنا نشوف العيب الكدرات دي يفضل موجود ومكمل في الدور المصري وفي السن الظهر صح منتخم مصر بفئات عمرية مختلفة سواء أول أولمبي شباب ناشئين البدايات كده ولو البدايات سلبية مش إجابية تحس إنه الناس مش متلمة مع بعضها كده وبيتجمعين حوالين المنتخم ماتش اتنين تلاتة وتلاقي الناس النهاردة كلها كله بيصغل الأهلوية يكلموا على زيزو الزمال كوية يتكلموا على كوكا ما فيش بقى أهلي وزمالك بنبدأ مش بنقعد نقول كلام كده دمه تقيل ومنزعل منه وبقى كانت لقى الناس كلها خلاص منتخم مصر إنه النهاردة كله بيدور على المبارات تحت باراجوي هتبقى الساعة كامة عشان الله ظبط حال يوم الجمعة هتلاقي الشعب المصري كله أعب بتفرج على وكله دلوقتي بيطبح فإن إحنا يعني هنعدي بقى باراجوي عايزين هنشوف هنعمل بقى فرنسا وارجنتين إن شاء الله طبعا بكلمك الشعب المصري دولت نقطة مهمة جدا أنا كريم أنا نفسي عاد أتكلم فيها كتير جدا على فكرة هي مش في البطولة دي مع الأسف وهنا أنا مش بكلم جمهور أهلي وبكلم جمهور الزمالك أنا بتكلم على الاتنين بص كريم إحنا تقريبا جيل واحد إحنا عمرنا مهما كانت انتماءاتنا ما كنا بنبص منتخب مصري مين اللي جاب الجور صح مين اللي عمل الأساسي مين اللي ضيع مين اللي ضيع مين اللي هيشيل الليلة تبع أني نادي الكصة دي مؤخرا مع الأسف بقت موجودة بعد ظهور السوشيال ميديا رغم مميزات السوشيال ميديا اللي إحنا كلنا طلعنا بسبب السوشيال ميديا سمع الأسف هي لها عيوب عيوبها إن الحتة اللي هي الوطنية دا حيث المنتخبات قلت قوي بقت الناس تفضل مع الأسف النادي رغم من الأصلا المبدأ دا مش في مصر دا في العالم كله إنت الاندية كل دا معمول عشان تاخد المين بس عارف يا جهري زي ما بقولك كده هو دايما النتائج السلبية بتطلع حاجات مش كويسة فينا كل يعني اللي هو كم نبقى غضبانين بقى كله بيغضب من حاجة أول من النتائج بتتحسن مش هتلاقي حد بقى إيه بيرجع بقى للأصل بس ما تجمعش بقى أنا متفق معاك بس هقولك نقطة حلو اللي انت بتقول دا يا كريم للناس اللي هي الطبيعية اللي ما عندهاش حسابات أيوة اللي ممكن اللي انت بقي يغلب عليها بس عندي حتة وطنية نازع وطني بيقله بقى بيقله بقى بس في ناس مع الأسف هي مصممة كامل في القصة دي بمعنى إن النهاردة إحنا دي أقولنا مثال انت قدت زيزو صح كده زيزو النهاردة عامل اياها كريم طال الله جد والملعب وكل حاجة دي زيزو عامل دور أنا أول مرة أشوفه ما بيعملوش في الزمالة إنه يعتبر من نص الشوت التاني هو يعتبر بيلعب في قلب الملعب يخش شوفه مكان قصمة فيصل ومنتخب مصر بيطلع عليه صح ما بيتعملش دي صح طيب الفكرة بقى سريعا زي ما انت بتنتقد زيزو وحطيت التشيرت بتاعتك والانتماء لازم تلغي ده وتشيت بيه برضو هو نفسية تعرف الفكرة في جملة تقلت قوي سمعتها ما هو كده ولا كده عايز تنتقد الرجل ده يعني خد أجازة من الانتقاط كان ايه أنا مش بتكلم على زيزو بقى بتكلم على الانتباقات سواء جمهور أهلي وزمالك ريح الفترة بتاعت المنتخب منتخب أول أولمبي ولما يرجع لعب معنا دي يا عم أعمل اللي انت عايزه من حلوة الكورة ريح شوية نبس كده ناخد نفسنا شاب تتعيسوا لحاجة عن منتخب المغربي منتخب المغربي انت بتتكلم النهاردة أول مرة في تاريخ المنتخبات العربية أنه يصعد منتخبين لأدوار الإقصائية منتخب مصر ومنتخب المغرب شوفنا أداء منتخب المغرب في الصدارة شوفنا أداء منتخب المغرب بلقى بشكل عام في الأدوار نعم رسول كمال اللي اتنين في الصدارة فده ممكن تميزة كبيرة لمنتخب المغرب ومنتخب مصر شوفنا أداء المغرب في البطول أداء ممتاز أداء فني وبينك قد أن الناس دي شغالة بشكل منظم مفيش عشوية وده بين في كل المنتخبات السنية في منتخب المغرب وبينت مع المنتخب الأول بعد كده شوفنا منتخب تحت 20 سنة والنهاردة بنشوف منتخب المغرب الأولمبي يمكن دي أهداف منتخب المغرب قدام العراق وده مباراة كبيرة يمكن نهل المباراة اللي يبين في الشرط الأول 3-0 فمنتخب قوي منتخب عنده عناصر قوية لازم يقضوا حقهم فعلا لأن احنا نتكلم عنهم بشكل جيد لأن المنتخب المغربي يعني أعتقد أنه لازم يكون دراسة بالنسبة مش أقول بالنسبة لمصر لأن احنا تاريخنا كبير في الكورة لكن الناس دي ماشى بشكل منظم وبشكل مش عشوائي ما فيش مانا احد بيعمل حاجة إجابة بالصبت ناخد التجربة ضد فكرة أنه أنا حلو في كل حاجة والناس كلها أقلم الله الواحد ساعات بيزعل الواحد ساعات بيزعل لأن احنا تاريخنا كبير أو في الكورة خاصة كمان على المستوى العربي وعلى المستوى الأفريكي فلازم ما ينفعش احنا لازم يكون عندنا الرياضة في كل الكلام ده إن شاء الله فأتمنى إن شاء الله الفترة الجاية وكمان تقلق المنتخب المغربي مع منتخب مصر النهاردة إن شاء الله يكملوا ونشوفوا في المبرانة النهائية للاتنين ترهم بعيد عن بعض إحنا والمغربي ناخد حسنا كنتنا صعب بس شوية بالزهبية وفدية يا رب وحبايبنا في المغرب يوم الفدية وإحنا ناخد الزهبية يا رب إن شاء الله هنحبهم دايما يعملوا إنجازات عظيبة بس ما فيش مانا أن يوصحنا فضية حلوة ورد والزهبية حلوة بالزبط حلوة حلوة لنا بإذن الله شاب شرفت النهاردة حبيب يا كيمو جوري شرفت النهاردة شكرا جزيلا ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على الفيديو